بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف بقى مع بعض النهاردة ان شاء الله ازاي حضرتك تعمل البحث المطلوب من حضرتك وبصفة عامة مبدئيا لازي يكون عندك التعليمات بتاعة كتابة البحث ودي بتشمل حاجتين مهمين لازم الاتنين يكونوا عندك ولازم الاتنين يتقلوا بعناية جمدة جدا كل كلمة فيهم تتقل الحاجة الاولانية بتبقى التعليمات اللي المواصفات الشكلية للبحث اللي احنا بسميها الفورمات ودي مثلا زي بيقى فيها عدد الصفحات قد ايه نوع الخط حجمه المحتوى بشكل عام هل في مثلا كافر بيج معينة طبعا موجودة في الاول ولا لأ وخلافه ودي بتبقى غالبا تعليمات عامة بالنسبة للمعهد كله او الكلية او القسم معموما بتبقى بتطبع على اغلب المواد الا اذا طبعا اتقالك ان في مادة معنات لها مطاليب معينة خاصة بها هي والحاجة التانية بقى هي المحتوى العلمي بقى للبحث الحاجة المادة العلمية اللي حضرتك مفرد تحطها جوة البحث بتاع حضرتك وده طبعا بيبقى لكل مادة مستقلة عن المادة التانية لان كل مادة طبعا مطلوب لها مطلوب علمي مختلف عن المادة التانية طيب احنا هنشوف بقى الاتنين نتعامل معهم ازاي بس انا بقتلح لحضرتك مبدئيا ان احنا تبدأ الاول تشوف اللي هو الفورمات اللي هو نازل من المعهد او الكلية الفورمات العام تقربت بالتفاصيل وتعمل الفورمات ده الاول بشكل عام لسببين السبب الاولاني ان ده هيبقى موحد لكل المواد تقريبا هيختلف بس ان حضرتك مثلا هتغير اسم المادة مثلا على الكبر او هتغير اسم الدكتور او التايتل وخلافه والحاجة التانية فممكن تعمل نسخ منها بعد ما تثبتها بعدد المواد اللي عندها حضرتك وتغير بس فيها لزي ما احنا قلنا اسم المادة والاسم الدكتور وخلافه الحاجة التانية بقى ان عما تيجي بقى تحط المحتوى العلمي تسقطوا بقى في الفورمات الحراجة عملته جاهز هيبقى قدامك الهيكل العام بتاع البحث بقى انت عارف ايه اللي عملته و ايه اللي ناقص و ايه اللي موجود ايه اللي حضرتك مطالب بي لازم يكون موجود لانه طبعا في الفورمات ده ممكن يكون طالب منك حاجات معاناة اللي لازم تكون موجودة جوه البحث بتاع حضرتك لازم تكون حضرتك ملتفت ليها ويكون حضرتها في البحث بتاعك فما تكون عامل العظم بقى او الهيكل الاساسي بتاع البحث وحطه للمادة لما تبتد بقى تيجي تدور على المحتوى العلمي هتبقى انت عارف الدنيا ماشي ازاي اللي اتعمل واللي ما تعملش لسه وانا هخترح على حضرتك اه اه كامل اقتراح كده بالنسبة للموضوع دوت ازاي يعني تبدأ في انهي جزء في البحث هلا انا هبدأ في من اول ولا من اخر ولا انهي جزء اللي انا هبدأ اكتب فيه وانهي جزء اخره لالاخر اه وهنشوف مع بعض الوقت امثلة ان شاء الله وطبعا احنا هتكلم بشكل عام هنضر بس مجرد امثلة لكن هنا الكلام عام عموما عشان يتطبع على آآ كل المواد بتاعتنا. آآ طيب هنبدأ بقى زي ما اتفقنا بالملف آآ الاولاني اللي هو بيبقى فيه الفورمات بتاع البحث. طبعا احنا آآ في حاجات في الفورمات مش هتبقى نغير آآ في الآخر. آآ زي مسلا آآ عدد صفحات آآ لا تقل مسلا عن تمانية والله يزيد مسلا عن خمستاشر. كم ده طبعا ايه? هندازم هنرجع في الآخر نشيك مرة تانية. نتأكد ان الحاجات ديت خلاص تمت حقيقة. آآ مسلا هو عدد الكلمات اللي هي تقلع عن الف كلمة. وشعبان لغلاف ومحتوى مهم يعني. في حاجات اللي هنعملها. في حاجات لازم هنرجع في الآخر بعد ما نخلص البحث. نعمل كده عليها تشيك مرة تانية نتأكد ان هي آآ تمت حقيقة. بس مهم جدا تكون انت قاري في المواصفات دي في الاول وعمل حسابة كنت شغال. عشان ما يكونش مسلا البحث مسلا يعني ازخر من اللازم او اكبر من اللازم. وهكذا هتلاقي بيقولك بقى في المواصفات دي مسلا. ادي مسلا آآ هيتلاقي بيقولك نوع الخط. هتلاقي بيقولك عنوان البحث ياخد خط بحجم قديه. يبقى خلاص كل اجزاء البحث بالعناوين بكله. نفس هنا الخط اللي هو عنوان البحث محتدلك المقاس بتاعه ستاشر اللي هو طبعا خط اللي هو التخين. العناوين الفرعية بعد كده اللي هي بعد عنوان البحث بتبقى اربعتاشر. بعد كده محتوى البحث بيبقى خط اتناشر وتباعد اسطر واحد ونص. طبعا احنا دلوتي ده بقى اللي انا هعميره دلوتي معاك وكده مع بعض ان شاء الله هنعمل حاجات دي كلها وانجهزها في البحث وتبقى جاهزة. ويبدأ ملف عندك جاهز. آآ تعمل بقى منه آآ انسخه وخليه جاهز لكل الايه? لكل المواد بتاعتك تبدأ على طول تعمل فيها فهنطبق احنا الكلام ده مع بعض. برضو بيقول لك هنا يتم اكتابة المراجعة تعمل المصادر العلمية في نهاية البحث. آآ برضو بيقول لك هنا اجتعمل البحث على الاناصر الاساسية اللي اتيعني دي حاجات اجباري لازكم موجودة في البحث. اول حاجة صفحة الغلاف. وهنا بيقول لك تشمل جميع بيانات البحث والطالب. ودي مرفق نموذج مع الغلاف. يبقى فيه وفيه نموذج مرفق. وهيبقى فيه ملف وورد. هيبقى فيه حضرتك هتاخد ملف ده وتبقى بقى بيه البيانات بتاعة حضرتك كلها وبتاعة المادة وخلافه. بعد كده هتبقى صفحة المحتوى. يبقى بعد صفحة الغلافة بيه صفحة المحتوى. صفحة المحتوى دي عبارة عن ايه? عبارة عن فيهرس. عبارة عن فيهرس للبحث تشمل طبعا بقى ايه? كل العنوين وارقام الصفحات اللي موجودة في البحث بتاعك. اللي بعد كده هيبقى ملخص البحث. طبعا احنا الكلام ده اه 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 لو انت هتكتبه بالانجليزي صفحة المحتوى دي ممكن اه تبقى هي الكونتينتس. ملخص البحث ده بنسميه احنا ابستراكت. ابستراكت. يبقى هنا ملخص البحث ده عبارة عن فقرة. دي فقرة بس يعني فقرة. اه اه يتم فيها وصف وملخص البحث. احنا هنتكلم بالتفصيل دلوقتي يعني كل واحدة فيهم هيبقى فيها ايه دلوقتي ان شاء الله وبإذن الله. بعد كده مقدمة او لو هتكتب بالانجليزي بيتم فيها بقى تقديم الموضوع وما تم عامل في البحث سابقا وخلافه. بقى الجزء بقى الاساسي من البحث وده طبعا اه متساب هيدا بقى من غير اه اه تأسيم هيختلف بقى على حسب تأسيم حضرتك وعلى حسب كل مادة والتانية يبقى ايه اه عموما دلها الجزء الرئيسي بقى من البحث لبقى فيه بقى البحث بتاع حضرتك ولو فيه وصف رياضي اه عن طريق معادلات لو فيه اه طبعا جداول رسومات اه امثلة وخلافه ويجب قال لا يقل ناخد بالنا كل جلمة هنا مهمة لا يجب قال لا يقل عن خمس صفحات يبقى احنا هنا الجزء الاساسي في البحث ربما بعد المقدمة ما يقلش عن خمس صفحات بعد كده الخاتمة او الخلاصة طبعا لو انت بتكتب انجليزي دي اللي هي الكونكلوجين طبعا انا براعا ملخص البحث كله وعلاقته بالمقرر وبعد كده المراجع ثم الملحقات لو فيه ملحق هتحطه يبقى ده اللي حضرتك هتحطه بعد ما تخلص يبقى ازا في عندنا هنا مكونات هتبقى موجودة في كل الابحاثات دي اللي اطلال انا بتكلم عنها دلوقتي انه في عندك هنا يبقى في عندك صفحة غلاف في كله يبقى عندك محتوى اللي هو الفيرس لكله يبقى عندك ملخص البحث في الاول يبقى عندك جزء الاساسي ده بقى ده اللي هيختلف ده اللي هيختلف من بحس للتاني مفيش تقسيمة طبعا جواه حضرتك هتحطه بقى التقسيمة اللي انت عايزها بقى كيه بقى فيه سابت في كل لازم بقى فيه تحت فيه خلاصة في الاخر وازي فيه مراجع مراجع وملحقات احنا بقى اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد الحاجات دي كلها نحط بقى الكلام ده نعمله نطبقه فعلي ونطبقه بالفورمات كمان يبقى هنطبق الجزء اندل مع بعض ده وده بحيس تكون العنوين كلها الرئاسية موجودة بالفورمات بتاعها صح بحيس حضرتك بقى هتحتفظ بالبحث ده وتملأ مع تاخد صفحة الغلاف وتحطها يبقى ده نسخة موجودة عند حضرتك تحفظها ثم كل مادة بقى تبدأها تروح جاي فتح النسخة تعمل منها نسخة من الجزء دوت وتبتت بقى تمنى البيانات بتاعت الغلاف وتبتتت بقى تحط محتوىات الفهرس والبلخص البحث وخلافه طبعا هنا احنا قبل ما نسيب هنا طبعا هنقول هنا في نقطة مهمة بس احنا مش هنتعرض لها دلوقتي ايه هي احنا دلوقتي بعد ما نعمل الكلام ده من ضمن النقط المهمة جدا في الملف اللي بيبقى نزلك من المعهد والكلام ده كله بتاع شكل البحث ان يكون فيه آلية التقييم واحنا هنشوف دلوقتي مع بعض آلية التقييم دي مهمة جدا تقراها قبل ما تدور على المحتويات لان آلية التقييم دي بتقول لك النقط المهمة اللي هيبقى عليها التقييم عليها الدرجات عشان وانت بتدور على المحتويات تبقى انت مركز في النقطة دي فاحنا دلوقتي تعالوا كده بقى هننفذ الكلام ده كده مع بعض ويبقى فيه عندنا ملف جاهز لاي مادة عند حضرتك فيها الحاجات الرئيسية اللي هي هتبقى ثابتة في كل المواد محطوطة بالفورمات الرئيسي اللي هو برضو هيبقى ثابت في آآ كل المواد طبعا هنا آآ مهمة جدا نقول ان آآ إلا إذا طبعا يعني مادة معينة طلب منها آآ الطلب منك تغيير للفورمات دوت او تغيير في اي حاجة من الحاجات ديت حضرتك طبعا متلتزم بالفورمات ده في آآ كل المواد لكن لو مادة معانة لها طبيعة خاصة او حاجة والطلب منك آآ حاجة مختلفة عن كده آآ طبعا هتنفذها في المادة بتاعتها لكن فيما عادة هذا حضرتك ملتزم بالفورمات ده في آآ كل المواد بتاعت آآ حضرتك آآ هنفتح بقى آآ ملف آآ وورد وآآ طبعا يعني لو في آآ عندك نصها وورد مختلفة عن اللي عندي هتلاقي اللي ايه آآ يعني الشكل ممكن تكون مختلف شوية لكن يعني التكوين الرئيسي آآ هو هو زي ما هو يعني آآ فاحنا دلوقتي هنفتح مالف وورد وهقولك على كم حاجة كتب الاول آآ محتاجة آآ تتزبطها من الاول عشان ما تبقاش آآ آآ ارفاء كنت مش عارف ايه السبب. اولا الايكون اللي قدامنا موجود هناك دوت ده اللي هو آآ بتاع اللغة اللي هو بتكتب من آآ الشمال اليمين او من اليمين للشمال. فلو حضرتك آآ هتكتب آآ آآ انجليزي هتأكد ان هو يكون آآ آآ زي ما احنا شايفين كده اللي هو اللي ايه ليفت طريد ده هو اللي هو متداز عليه. هتكتب انجليش. هتكتب عربي. ستبقى في نفس او حاجة هتتوسع على الجنبه اللي هو اليمين لشمال ده لو انت هتكتب عربي. طبعا ده هيفرق معك جدا لان طبعا آآ آآ لو ده مش مزبوط هتلاقي في عندك حاجات كتير متلاخبات اما تيجي تدخل بقى ارقام وتيجي تعمل والكلام ده كل. فدي اول حاجة اخد بالك منها لو وانت هتكتب انجليزي طبعا مش بس تغير اللغة وبس لأ تغير كمان آآ اللي بتاع حضرتك ملف اللي بتاع حضرتك هل هو بيكتب من الشمال اليمين او آآ من اليمين آآ للشمال. آآ آآ خلاص احنا لقتها بس انا وردتك كتب ورديك وبعد كده طبعا بيبقى في عندنا آآ الصفحة اللي هي بتاعة الغلاف طبعا صفحة الغلاف بتبقى آآ موجودة آآ آآ بتبقى نازلة وورد آآ حضرتك ممكن تجيب الصفحة نفسها بقى تعمل لها آآ كوبي وبيست هنا على طول او ممكن تفتحها هي على طول صفحة الغلاف بس يسايف منها نسخة الاول احفظ منها نسخة الاول آآ سايفها عندك وآآ آآ افتحها بقى بعد كده وخليها بقى صفحة الغلاف منها ثم كمل عليها كمل عليها بقى بعد ما هي آآ آآ بعد صفحة الغلاف خش بقى اعمل على الصفحة التانية والصفحة الثالثة اه زي ما احنا قلنا. او طبعا زي ما قلت لك انا ممكن تعمل تجيب الحاجات هنا. اه بس لا يعني لو فتحتها ممكن يبقى اسهل بالنسبة لك يعني. افتح تقول صفحة الغلاف بس يكون مسجل اه الاسم. اه اه بنسجلها باسم تاني بحيس تبع عندك نسخة اصلية زي ما احنا قلنا راح بيت تحتاجها لمادة تانية او كده او تالتة. اه فافح افتح صفحة الغلاف اللي نازل عندك وابدأ اه اكمل عليها. اه 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 احنا طبعا خلاص ده طبعا اه صفحة الغلاف طبعا لو انت هتريدك هتكتبها لو صفحة الغلاف مش موجودة عندك ما تنساش طبعا ديه لو هي عربي طبعا هتحاول عربي زي ما احنا شوفنا فوق من يمين للشمال وتبتيت تكتب بقى مسلا وزارة التعليم العالي اه الاخ الى اخيره يعني اه لحد مع صفحة الغلاف تخلص. هنا بقى في نقطة انت الوقتめت عايز تخش على الصفحة الجاية الصفحة تانية. اه برضو في حاجة بتسهل عليك Cecil الموضوع خالص انك ا دلوقتي انت عايز مش كل ما لو عادت عادت تدوس انتر 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 حد ما تقوصل الصفحة اللي جاية اي حاجة هتزودها في صفحة الغلاف او هتكتبها هتبتدى تزحزح كل الصفحات اللي كده هتزحزح الصفحة اللي جاية. اه واللي وراه واللي وراه. انت عايز صفحة الغلاف تقوى مستقلة لو كتبت فيها حاجة. اه ما تبتديش تزوق الصفحات اللي بعدها وهكذا فالامس السلوء الاحسن بدلا ما تقعد تدوس انتر 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 كل شوية انت تخش فوق كده زي ما احنا جاي فين زي ما انت شايف كده عندك فوق هتخش على ومن هتلاقي حاجة اسمها دي معناها ان انت حضرتك اما تدوس عليها هيبتدي يبدأ يبدأ صفحة جديدة آآ آآ عند الساطر اللي انت واقف عنده ده. فلو حضرتك كتبت حاجة قبلها. طبعا ما لسه في مكان في الصفحة اللي اقوله هنا مش هيزحزح لك بقى الحاجات اللي موجودة فين? في الصفحة التانية. طبعا هنعمل بقى البيتش بريك. هنخش بقى على الصفحة التانية. طبعا زي ما احنا عارفتين خلاص هتبقى الصفحة التانية دي انجليزي. يبقى لو ما انساش اخلي ايه? اخليها من من شمال يمين وحاول اللغة. وبعدين احنا طبعا اه بالمواصفات بقى اللي احنا وقتين هنحنا عندنا ده يبقى ايه? الخط آآ آآ هنخلي برضو الخط بقى احنا دلوقتي هنكتب عنوان هيبقى الفونت حجمه هنخليه اربعتاشر. ونخليه الخط زي احنا جايفين وهنكتب آآ التايتل دوت هنكتبه في آآ وسط السطر وما ننساش بقى ادي يا جماعة هو ده بيتجاب من هنا زي ما احنا شوفنا كده آآ اللي احنا موجوده هنا ده كده آآ ده اسمه وهنخليه على واحد ونصف زي ما هو مطلوب في المواصفات. هنخليه على آآ واحد ونصف. خلاص يعني كده عملنا المواصفات اللي احنا آآ عايزينها. هنبتين نكتب بقى لايه? آآ ده اللي هو صفحة بقى المفروض صفحة آآ آآ المحتويات. آآ بعد كده طبعا بقى المحتويات انا آآ المفروض ان حضرتك هتكتب هنا ايه? هتكتب الآتي. هتكتب آآ كل المحتويات بتاع حضرتك اللي هي العنوين اللي موجودة في البحث عن حضرتك ورقم الصفحة. فهنا المفروض بيقى فيه شكل معين ان بتقب فيه رقم الصفحات مرصوصة تحت بعضها برصة معينة. آآ آآ بيبقى الكتابة على الشمال العنوين على الشمال وارقام الصفحات طبعا على يمين لكن بيبقى بقى رقام تحت بعضها. فهنقول لك على اسهل اسلوب تعمل بيه كلام ده بحيبها در ما تقعد كل شوية العنوان يزيد كلمة ينقص كلمة تقعد تزحزح فيه الارقام وطلع الارقام مش مزبوطة معاك. فاسهل حاجة تعمل الاتي. طبعا احنا الاول هنرجع طبعا للايه? اللي هو الكتابة العادية اللي هو الخط كان اتناشر برضو آآ ولكن مش بولد. الاسهل بقى ان حضرتك تعمل الاتي انك تدخل انسرت تابل. تمام? بعد ما آآ انسرت تابل زي كده. آآ هتبتين حط بقى ايه طبعا المحتوىات انت عندك في حاجات خلاص عنوين انت عارفها على طول. آآ زي الكونتينتس مسلا. طبعا احنا بقى هقول لك بقى هنزبط الشكل بقى ازاي عشان هتبقى الارقام تحت تبعطها على طول. هنزبط الشكل ايه? يعني آآ زي ما احنا شايفين كده بالتقريب يعني. يعني ادي مساحة كده للعناوين تكون كافية للعناوين بتاعتك تكون اللي اتكتبت. احنا عندنا طبعا نكتب بس كده في حاجات خلاص عارفين عنوينها. آآ يعني اول حاجة مسلا زي ما احنا قلنا الكونتينتس. بقى كده طبعا زي ما احنا قلنا بعد الكونتينتس هتبقى فيه اللي هو الابستراكت. وبعد كده هيبقى في الانتروضاكشن. هنا بقى في نقطة مهمة انا هذكرها بعد كده. مهم جدا ان احنا في عندنا حاجات ما بتخشش في الترقيم العام بتاع آآ الترقيم العام بتاع آآ البحث او البيبر يعني. من ضمنها الكونتينتس والابستراكت. ما بتخدش ارقام. لكن بداية من الانتروضاكشن هتديها ارقام. هتبقى رقم واحد مثلا الانتروضاكشن. ده العنوان الرئيسي آآ اللي هو آآ بتاع الانتروضاكشن. بعد كده عنوان بقى اللي انت هتختارها اتنين وثلاثة واربعة وكزا. الحاد الكونكلوجين. ده اخر عنوان هياخد ارقام. بعد كده ما بتاخدش ترقيم ولا الابستراكت آآ ولا آسف ولا الابنليكس بياخد ترقيم. فآآ ده مهم طبعا احنا ايه هنعملها بعد كده بس برضو احنا جات مناسبة هنا هنقولها ادي مسلا او آآ بعد كده طبعا هيبقى هنا عنوان آآ طبعا هيبقى العنوان ده طبعا على حسب بقى لايه اللي انت بقى زي ما احنا قلنا العنوين اللي بعد دي هتبقى حسب حضرتك طبعا افترض ان انت جيت وانت بتكتبك غلط كده. آآ هتلاقي هو على طول الجوجل آآ اداك آآ علامة آآ تحزير ان آآ في غلطة آآ آآ انا دلات يغلقوا انا بكتب كتبت ال آآ بدلت التي والاي. بقى حضرك اللي هتعمله آآ هتروح عامل عليها كليك يمين هيجيب لك بقى ايه الاختراحات بتاعته. هيعمل كليك يمين عليه هيجيب لك الاختراحات بتاعت التعديل على طول آآ آآ عدلنا هيبقى التايتل دو. كم مسلا عندنا بقى رقم مسلا بعدها التلاتة التايتل رقم تلاتة بقى كلمة التايتل اتنين وتايتل تلاتة دي انت هتعطها بقى حسب آآ البعد كده العنوين انت تحطها الرئيسية. انا بس هوريك الشكل بتاع الكونتينس مفوض يبقى موجود ازاي فهحطها من دلوقتي انت ممكن تسيبها فاضية دلوقتي. نفترض بقى ان احنا عايزين آآ نعمل آآ عنوان فرعي تحت رقم تلاتة تحت رقم تلاتة احنا هوريك دلوقتي ممكن تعمل ازاي بشكل آآ عشان يبقى متناسخة اما بتدوس على اللي فوق دوت اللي هنا العلامة بتاعت السهم اللي في اليمين دوت بتزق كأنك بتعمل تيب يمين بتزقها سين يمين عشان تباين ان ده عنوان فرعي تحت العنوان رقم تلاتة ده طبعا انت بتعمله امتى لو كان في عندك فعلا في عنوان فرعي تحت العنوان رقم تلاتة الموجودة البيبر في البحث بتاع اه حضرتك. طبعا انا نسيت طبعا كلمة اه عرف البي نسيته. بعد كي ما هيبقى على من مسلا هيبقى رقم اه اربعة مسلا طبعا يعني اه اه او ال ايه? طبعا لو فرضنا انت ما عندكش اخر عنوانين بس في جوة البحث بتاعك هيبقى طيب لو انت عايز بقى هنا تضيف فورصة نقولها لو انت عايز تضيف بقى هنا في التابل اه عايز تضيف له اه صف تاني بتروح مختار صف الكامل على بعض وتعلم عليه وتعمل كليك يمين بتعمل آآ روز طبعا بلو تحت احنا عايزين نعمله تحت ودي هندخل انسرت رو تاني آآ آآ تحت عشان بقى كده عندنا اتنين آآ آآ رو بعد كده طبعا هنعمل احنا هنحط آآ آآ فضل لنا كده آآ 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 فضل لنا الرفرنس وي الابستراكت هنكتب بعد الرفرنس آآ وي الابستراكت كتبنا الرفرنس وهنكتب بعد كده ال ايه الابستراكت ده فوق خلص الابستراكت ده الخلاصة اول حاجة كده نبقى الرفرنس وي الابيندكس طبعا احنا هنا طبعا الارقام دي اننا بش هتحطها دلوقتي وبرضو العنوان دي مش شرط تحطوه كلهم دلوقتي انا بس هتعايز اوريك الشكل العام بتاع الكنتنتس مفروض يبقى ازاي عشان يبقى شكله منصق ويميل هنحط بقى اي ارقام كده من عندنا لو فرن الكنتنتس احنا دلوقتي في صفحة رقم آآ في صفحة رقم اتنين تلاتة وهكزا هنحط بقى مجموعة كده آآ ارقام زي ما احنا شايفين كده هنحط ارقام دلوقتي بس مبدئيا عشان نشوف آآ الشكل العام هيبقى بازاي المفروض بقى احنا الشكل بتاع الجدول ده ببنحطوش آآ شكل جدول نبقاش شكل جدول كده ثم اللي احنا عاملين ده كده ليه عشان الشكل بقى منظم هنعمل بقى الاتية بعد ما نخلص تحط بقى الحقيقة هنبعد رأسية بتاعتك هتيجي تعلم على الجدول كله من الزائد اللي فوق دي وكليك مين عليها وتختار آآ في ونختار يعني لا حدود ما فيش آآ حدود فاصلة طبعا هتشوف بقى كده المنظر اهو قدامنا آآ آآ بقى ما فيش حدود فاصلة ده هو الشكل آآ العام بتاع آآ 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 زي ما احنا شايفين كده شكلها زريف ولطيف وهنا بقى في ميزة مهمة جدا لو جيت تضيف بقى فرضنا انت الانتايتل اتنين هنا العنوان بقى كبر منك حطيت بعنوان طويل كبير كده لو انت كنت عامل مسافات مسافات لحد رقم خمسة الرقم خمسة يترحل منك وتقعد تعيد تقعد تزبط مكان وهكذا لانت الوقت كده خلاص بقت الارقام تحت بعضها لان ده خانة جدول مهما كان التايتل بتاعك طويل طبعا زي ما احنا عارفين ممكن ايه نزوء طبعا آآ الارقام دي كلها يمين شوية لو العنوان بتاعتك آآ طويلة شوية آآ آآ وهكذا طبعا ده الشكل العام بتاع الكونتينس هي بقى عامل زي كده احنا طبعا بس ده احنا بنحطه بس بوريك الشكل بتاعه ازاي لكن انت طبعا هتكتبه عندك في الاخر لما يكون العنوان بتاعتك آآ كاملة آآ كلها وهنا بقى قبل ما آآ نسيب الحتة ديت بتاعت آآ الكونتينس انت هنا عندك ارقام بتاعت الصفحات وقابين عندك تحت آآ تحت هنا في النسخة بتاعت الويندوز تحت لكن الارقام مش موجودة فعلا على الصفحات فانت لو عايز تعمل بقى ارقام تدخل ارقام بتعملها منين بتروح بقى عند وبتختار زي ما احنا شايفين كده بتدخل آآ 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 طبعا آآ انت ما تدوز بقى على هتلاقي عندك كزا اوبشن آآ بنختار احنا آآ بوتوم اوف بيج وممكن تختار بقى واحدة من دول مسلا خلينا نتكلم على نخليها اللي هي مسلا في الشمال وبكده عندك الصفحات بقت فيه ارقام زي ما احنا شايفين كده لو نزلتها هتلاقي الصفحة قدت رقم بقى ليها رقم موجودة عندك آآ آآ في لكل صفحة انت بتعمل معت كده خلاص احنا كده خلصنا آآ الصفحة اللي هي بتاعت المحتويات طبعا احنا زي ما احنا قلنا انت هترجع في الاخر آآ تعدل آآ في المحتويات ديت انا بس اعملتها قدامك عشان تبقى آآ موجودة عارف شكلها العام بقى عامل آآ ازاي طبعا انت هنا قبل ما نسيب بداية لو انت جيت بعد كده اعلمت برضو في المكان الموجود في قدوة اللي كان عندي الزائد بتاع الجدول لو عايز ترجع تظهره مرة تانية لأي سبب من الاسباب ممكن تقدر ترجع آآ تظهره آآ مرة تانية طب عند الوقت يبقى نخش على الصفحة اللي بعدها زي ما قلت لك انا عشان مش لو حصل انا زودت هنا صف في الجدول ده هتلاقي الصفحة اللي بعدها كلها اطرح حالة سطر فالاحسن مدام هتخش على صفحة جديدة وانت عايز اللي جاي بقى دايما في اول الصفحة انك تعمل زي ما احنا عارفين واتروح على الصفحة المحتوى طبعا اللي بعد كده زي ما احنا قلنا هيبقى آآ الاتية. احنا هنا طبعا آآ كاتبين احنا خلاص المفروض العنوان بتاع آآ البحس في آآ الغلاف صفحة الغلاف في الاول خالص لكن احنا آآ يعني انا بقتلح عليك اذا حبيت تعمل كده ان انت تكتب لي هنا الطايتل العنوان تاني بتاع البحس مرة تانية عشان يبقى مرتصل بقى مع آآ بقيت المكونات بتاعة البحس فالي احنا طبعا احنا عارفين طبعا الطايتل كان هو يديه لنا بالمقاس بتاعه والمواصفات بتاعته اللي هي آآ ستاشر آآ هنكتب بقى هنا الايه? آآ هنكتب الطايتل بتاعنا طبعا هنا الطايتل بقى انا لسه هقول لك آآ انا عملت علامات استفهام لسه هقول لك دلوقتي هخترح عليك ازاي آآ تختار الترتيب وهنعمل ايه? آآ مين دا ما هقول لك دلوقتي محتاج آآ يبقى فيه له مواصفات معانا عشان يبقى الطايتل محترم ما ما آآ يعني ما يكونش عامل شغل الطايتل ده الوجهة بتاع البحس آآ ما تكونش عامل شغل كويس في البحس ثم الطايتل يبقى ضعيف فيأثر على التقييم بتاع البحس. خلاص احنا طبعا بقى الطايتل احنا عارفين بقى ايه? اللي بعد كده احنا عارفين بعد صفح المحتويات احنا عارفين على طول الايه? اللي هي الخلاصة. طبعا زي ما احنا قلنا بولد اربعتاشر بقى هنعمل ومن غير ترقيم زي ما احنا قلنا. بعد كده مفروض هتبقى فيه هنسيب كده مكان آآ ليه آآ ليه لو هنكتب بقى مكان نكتب فيه ثم هنحط الانترو داكشن. هنا نبتدي هنا الترقيم نبتدي نحط الترقيم بتاعها احنا ممكن نختار اي نوع من الترقيم قدامنا دول فيه عن حاجات معتمدة اكتر يعني ممكن نستخدم اللي هو زي احنا شايفين اللي هو دابل آي وثلاثة آي ده. آآ لكن يعني خلينا احسن في اللي هو آآ اللي هو النقطة اتنين نقطة ثلاثة النقطة درابعة بيبقى برضو آآ يعني آآ مستخدم اكتر شوية من اللي هو اللي هو اللاتيني الترقيم اللاتيني يعني. فاحنا خلاص هنختار نوع الترقيم اللي احنا عايزينه بقى. هيختار RESUMA زي ما احنا شايفين كده اللي هو دوت وهنكتب بقى احنا زي ما احنا قلنا هنحط بقى العظم الرئيسي بتاعنا وانا هقول لك دلوقتي بيديته ايه هينفعنا جدا ان العظم الرئيسي بتاع البحث بتاعنا يبقى موجود. هنسيب بس مكان فاضي كده. لو احنا عايزين نحط اه اه هنكتب بقى بعد كده تحتها. برضو هنعمل بقى مجرد ما دوس بس على زورة تاعة الترقيم اللي فوق كده ايه هو خلاص ايديك رقم وكمل من اخر الرقم واقفنا عنده. اه بعد كده هنحط العنوان التاني. اه ثم اه العنوان اه التالي طبعا انا برضو اه سايب هنا علامات اه استفهام دي عشان احنا اه يعني لسه هنختار احنا اه هنختار العنوان دي حسب ايه زي ما احنا قلنا في البحث طبعا احنا نسيب حتة كده فاضي الاول. كان ايه متى العنوان دوت. هنسيب بقى مكان فاضي كده غير ترقيم ثم هنبتين حط الترقيم هنا بعد سطر فاضي ادي تلاتة هو. كده عنوان رقم اه ثلاثة. ثم هنا نفطر بقى ان احنا عايزين نعمل اه سب طايتل. الهنا بقى زي ما احنا قلنا ايه فنت حضرتك عايز تعمل اه عنوان اه فرعي. عايز تحطه بقى تحت العنوان اللي هو رقم اه اللي هو رقم تلاتة. فاحنا بقى هنا في عندنا فوق هنا هوريك اه في مكان بيبقى فيه اه اللي هو موجود فوق هنا ده. اللي هو بقى الارقام دي اللي هي الجام الارقام التانية. اللي هي الارقام الفرعية. فانا هوريك دلوقتي احنا ازاي بقى تبتدي تختار نوع الارقام الفرعية. اه اه اللي ممكن تناسبنا برضو احنا بنسبع الجزء اللي احنا بنفضله بدل ايه وبيو سي والكلام ده كله ان احنا آآ نختار آآ اللي هو برضو ارقام آآ واحد برضو اتنين ثلاثة آآ وهكزا. فاحنا دلوقتي احنا آآ من الترقيم اللي هو اللي فوق دوت. اللي هو جنبه آآ هنختار النوع اللي هو اللي احنا عايزينه. زي ما احنا شايفين كده. اللي هو ده. آآ تمام. احنا دلوقتي في العادي هيبقى هو هيكمل عادي. لكنه لو دوسنا بقى على اللي هو الشرطة اللي في اليمين دي معناها ان هو ايه؟ الشرطة اللي هو في اليمين هنا دي معناها ان هو ياخد مستوى اللي بعد كده. ياخد المستوى اللي هو ايه? بعد كده. هو المستوى فرعي يعني. من المستوى الرئيسي. اه هنا رجعت هنا هو لو انت رجعت هيبقى اربعة. لكن آآ زي ما احنا قلنا هو لو انت خلاص دست على الرقام ديت. والديت اللي هو الرقم اليمين ده هيديك مستوى. الفرعي اه بتاعه اه على طول. زي ما احنا شايفين كده اه عملنا كده الرقام الفرعية. اه عندنا بقى الرقم اربعة. احنا قلنا اللي افترض ان الرقم اربعة ده على طول. وخمسة هيبقى اه 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 انا قلنا طبعا ما فيش ترقين بقى خلاص لفين? ليه آآ ثم هيبقى بعد كده اه الابندكس. هنا كده بقى عندك الشكل الرئيسي بتاع البحس بتاع حضرتك وانت هنا تقدر بقى تسايف دلوقتي كده على الوضع ده تقدر كده تسايف بقى البحس بتاع حضرتك تسايف الفايل هنا وتحفظه ده كده من غير اي بيانات خالص فاضي هينفع لاي مادة من المواد. حطينا لكده العظم الرئيسي زي ما قلت لك وانا دلوقتي احنا. كلام ده هينفعنا في اين? هيخلي شغلك منظم لما تيجي تسقط في الحاجات. لان في حاجات زي الريفرنسز هناك كلم عنها دلوقتي حضرتك مفروض كل حاجة هتضيفها فوق في البحس. يكون عارف المرجع بتاعها فين? وترجع تحطيها في الريفرنسز لو انت مش عامل الكلام ده وجيت ممكن بعد شوية انت نسيت جبت المعلومة دي منين? ولا دي لخصتها منين? ولا دي جبتها منين? وترجع تاني تدور مرة تانية على الريفرنسز انا كنت جبتها منين? وهكذا فميكون عندك البحس كده مكون قدامك موجود. هتقدر بقى كل حاجة هتضيفها على طول سواء بقى في الانترو داكشن او في العنوان التاني او التالت اي انك انت رو على طول حطيتها في الريفرنسز في الريفرنسز على طول ما ترجعش التو هو تضيع منك المعلومة. طبعا احنا كده انا اصلنا بس حاجة واحدة قبل ما نسايف ان احنا الحاجات اللي كانت المسافات الفاضية اللي بين العنوان وبعدها كانت طبعا بندوس انتر انتر على طول فكان بتبقى اخده نفس اللي ايه? النوع الخطس نفس السايز اللي هو اربعتاشر وبولد انت طبعا هتيجي بقى بينهم كده وتخليها ايه? اه هتخليها عشان ما تتلقباتش تخليها ايه? اثناشر وما تبقاش بولد يبقى خط عادي متغير بولد يبقى كده خلاص انت جاهز على اه الكتابة على طول. هتعمل بقى طبعا الكلام ده في اه كله اه عشان تبقى كله كده جاهز بالنسبالك اه لي ان انت على طول اه تعمل تحط بقى الداتا بتاعتك على طول كده بقى ممكن تسايف البحث ده عندك ده كده اه كأنه اه ريفرانس بالفورمات الرئيسي تسايفه كده عندك على الوقت ده كده اه ليه اه كل المواد اللي عندك بقى وبتدي مادة مادة افتح الملف دوت خد نسخة منه وبتدي املة بقى الداتا من الاول الغلاف الاول خالص وهنتكلم بقى دلوقتي عن ازاي بقى انا هبتدي احط المادة العلمية طبعا احنا هنحتاج بعد ما خطر المادة العلمية نرجع تاني للتعليمات بتاعت الفورمات بتاع البحث ان احنا نرجع نتأكد ان احنا اه طبقنا القواعد بتاعتها اللي هو لا تقل عن عدد صفحات كزا لا تزيد عن عدد صفحات كزا عدد الكلمات وآآ وخلاف ولكن احنا دلوقتي كده العظم الرئيسي والتعليمات الرئاسية كلها نفزناها بتاعت الملف الاولاني وكده مفروض بقى ان نبتين شوف المحتوى العلمي هيبقى ازاي وهنعمل في ايه هنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله آآ طيب احنا كده بقى هنتكلم على المحتوى العلمي آآ وزي ما احنا قلنا المحتوى آآ العلمي هنروح بقى لي آآ الملف بقى او الفايل اللي هو فيه المطلوب لكل مادة لكن زي ما احنا قلنا ان في آآ بيبقى فيه آلية التقييم ده بقى نزلة في التعليمات بتاع الكلية او بتاع المعهد بيبقى فيه آلية التقييم للبحث وعموما ده مهم جدا حضرتك تطلع عليها آآ قبل ما آآ تروح تجيب الماتير بتاعتك جانا تعرف آآ ايه الحاجات المهمة وايه الحاجات اللي عليها درجات والكلام ده اول حاجة بتلاقي ارتباط البحث بالمقرر الدراسي ده نقطة مهمة جدا ان حضرتك تكون في الاطار العام بتاع المقرر الدراسي آآ بتاع اللي حضرتك دراسته في المنهج بتاعك الحاجة التانية اللي بعد كده المنهج العلمي للبحث وطريقة الكتابة اللي هي الفورمات طبعا люблюع gute هاو عاملين من הכלים في الفورمات ومن ثبوته من الاول ده عليه درجة وده مهم جدا وهي المنهج العلمي ان يكون كلامة حضرتك الكلام آآ علميا مزبوط من ناحية المعنى العلمي والنهج العلمي واسلوب العلمي في الكتابة مزبوط ويكون ماشي كمان بتسلسل آآ منطقي. والبحث مترابط كمان من الناحية اه العلمية. يعني تغطية عناصر برضو تغطية عناصر موضوع البحث وترتيبها منطقيا ده برضو من ضمن الجزء اللي هو العلمي. ان حضرتك اه زي ما احنا قلنا ان في بقى فيه اه ترابط ما بين اجزاء البحث وبعضه. ويعني جزء بيدي الجزء بيسلم الجزء بشكل علمي اه مترابط. وتغطي بقى العناصر بتاعة الموضوع. واحنا هنتكلم دلوقتي عناصر الموضوع دي تجيبها منين او تجيبها اه ازاي. طبعا سلابة ودقة لغة البحث. برضو انا هقول لك اه في جوجل في ميزة جميلة جدا بتسهل عليك الموضوع دوت. لكن انت طبعا اه محتاج تفزيل برضو شاية مكهود بسيطة في ان انت لغة البحث تكون كويسة. اه اه وكون مكتوبة بشكل علمي. يبقى الامانة في الكتابة وعدم النسخ من الكتب والمراجع. طب دلوقتي احنا هتلاقي عدم النسخ من الكتب والمراجع مرتبة من مين? بنسبة الاقتباس والنقل من المراجع. هو ايه المطلوب بالزبط? اولا لازم يكون فيه مراجع. لازم يكون فيه مراجع حضرتك ترجع لها وحضرتك واخد منها المعلومة. بس القصة كلها انه ما يبقاش الموضوع عبارة عن كوبيو بيست. ما يبقاش قص ولازم. ايه المطلوب? المطلوب يكون فيه عندك تنوع للمراجع. وتكون حديثة. حضرتك هترجع لمراجع واثنين وثلاثة واربعة بس. طبعا ما تكتفيش. اه مثلا بالكتاب بتاع المادة او المحاضرات بتاعت المادة بس وخلاص. لقى فيه عندك مراجع. ويتفضل تكون فيهم مراجع حديثة. والمطلوب من حضرتك بقى حضرتك الموضوع اهم اضغطي بمراجع اتنين وثلاثة. تبتدي تقرأ واكتبه باسلوبك انت. ما يبقاش الموضوع كله عبارة عن كوبيو بيست. قص وقص ولزق الكلام ده كله او نسخ ولزق. لان يبقى فيه نسبة معينة من الاقتباس مفروض ما تزيدش. اه مفروض ما تزيدش عنا. فحضرتك المفروض انت هتجيب الموضوع هتقرأه هتهضمه. هتبقى انت تصيغ انت الموضوع باسلوبك وانا هوريك كده ان شاء الله ما نيجي ندور هتلاقي فيه مراجع كتير جدا وهوريك انا يعني ايه الجيب المراجع هتجيبها منين واجيبها ازاي هاخترح عليك كم حاجة كده لازاي تجيب المراجع. اه وهتلاقي قدام الكلام كتير جدا اكتر من انت محتاجه بكتير يعني هتلاقي حاجات تملك كتب. فالقصة كلان حضرتك هتجمع وتيبتدي صغها باسلوبك انت واذا عملت كوبي وبيست ولا حاجة تاخد بالك ان ما يبقاش آآ ما يزيدش عن آآ نسبة معينة بتاعت الاقتباس بتاع البحث. اخر حاجة طبعا الاخراج الفني للبحث الشكل العام. آآ بتاع البحث الشكل الجمالي والتناسق بتاع الكلام. وانا هتضرب لك كده 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 مثال دلوقتي احنا شغالين بايه آآ آآ ازاي نحقق الموصفات ديت واحنا آآ شغالين ان شاء الله في البحث آآ بتاعنا. آآ طيب لو خدنا بقى آآ مثال على آآ الفايلات بقى الملفات اللي هتنسل فيها التعليمات بتاعت بقى المادة آآ العلمية. آآ طبعا مفروض برضو ده بيتقري آآ دقة جمدة جدا. الاول هنا ممكن يكون فيه شوية تعليمات عن برضو آآ 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 التعليمات للشكل بتاع البحث. طبعا زي ما كده زي ما احنا شايفين كده قدامنا آآ ممكن هنا يكون فيه مجرد الالتزام بتعليمات المعهد اللي كتابة الابحاث من حيس ومن حيس ومن حيس يبقى هنا ما فيش اي تعليمات اضافية مختلفة عن التعليمات بتاعت المعهد او الكلية. يبقى هنا ده آآ ملوش فيه تعليمات خاصة خلاص هنتبع التعليمات اللي احنا آآ قلناها قبل كده. نبتين نخش بقى على آآ نبتين نقرة طبعا لازم نقرة بتفصيل ايه المطلوب بالزبط طبعا يكتب الطالب في احد هذه الموضوعات ودي نقطة مهم جدا هل هو بيبقى في هنا تخيير ما بين آآ آآ احد هزي الموضوعات بتختار منهم هتلاقي في احنا طبعا نغضين ده المادة دي كم مثال لكن كل الموضوع آآ كل موضوع بنطبع نفس الكلام هتلاقي في هنا عندنا حاجة من اتنينية اما تلاقي المادة مكتوب فيها بس باسم بس الرئيسي زي كده البيين جنكشن بيبولة جنكشن ترانزيستور آآ الميتال اوكسايد آآ سيمي كوندكتور آآ آآ في الديفكت ترانزيستور هو الموسفت آآ آآ فاللو فرضنا اننا لقيت قدامك مكتوب بس الطوبك كده الاسم الرئيسي يبقى حضرتك هتجيب بقية العنوين اللي هتكلم فيها من المحاضرة او من الكتابي وممكن تلاقي بس هو المكتوب العنوين الرئيسية فقط او ممكن تلاقي فيه عنوين بقى فرعية مكتوبة زي ما احنا شايفين كده قدامنا بقى حضرتك آآ العنوين الفرعية خلاص اللي مطلوبة هي آآ او الاسترشادية هي العنوين الفرعية الموجودة قدام حضرتك هنا هي سواء كان مكتوبة على نفس السطر او مكتوبة اي وبي و سي ايا كان وطيفر يعني بقى دي عنوين فرعية آآ بيتم التأكيد على ان هي تكون موجودة في البحس بتاعنا طبعا ممكن تضيف وتزود من المحاضرات او من الكتب ما فيش مشكلة التميز يبقى كده حضرتك دي الموضوعات اللي حركة تختار منها وممكن تلاقي عندك في زي ما هنا مكتوب هنا مسلا يبقى كمان ممكن حاجة تختار لفع عندك موضوع تاني آآ مش مذكور في الموضوعات اللي هنا دي ممكن حاجة تختارها طالما موجودة فين في الكورس بس طبعا احنا زي ما احنا قلنا كل حاجة هنا لازم تقريب انتها الدقة هنا في تنبيه يبقى تاخد بالك ان البحس هيتضمن ده ازم تضمن حاجة من الحاجات الاتيه هنا طبعا هتلاقي هنا مثلا ماثيماتيكا الموضل او وهتلاقي بقى مطلوب جواها الوصف بتاع ايه المطلوب من كل واحدة فيه برضو كل حاجة من دي طبعا تبقى مهمة جدا ويبقى مطلوب بقى بعد كده يقول لك عايز مثلا كذا او كذا او كذا مثلا او هتجيبها حضرتك مثلا من على النت زي ما احنا شايفين كده قدمه يبداع كده اه الشكل بتاع مطلوب البحس حضرتك هتبقى تختار موضوع من الموضوعات ديت والبحس هنا تاخد بالك تقرأ بدقة ان هو ممكن يكون بيشتمل على حاجة يجب ان تتوافر في البحس اه من ناحية العلمية زي ما احنا شايفين هنا في حاجة من المتلاب او دايرة هتجيبها حضرتك من على النت طبعا هنا بقى افضل دايما ان لو في حاجة ازا كده عشان بحث يبقى مطرابط ان حضرتك تختار الجزء اللي هو اللي فيه الاول او متلاب الاول لان ده هو ده الجزء اللي هياخد منك برضو مجهود ثم عليه تبني بقى الجزء النظر اللي انت هتاخده بحيس يكون الجزئين اه مترابطين اه ببعض طبعا لو خدنا مثال تاني هتلاقي هي مادة تانية اه مادة هندس الالكترونيات اه هتلاقي اه نفس اللي بقى جه برضو لفوق انها خلاص مفيش تعليمات خاصة بالمادة من ناحية الشكل الفورمات وكلام ده كله بتاع الانتزام بس بتعليمات المعهد وهتلاقي هنا برضو المواضيع اللي هي الدم دراسيتها في الكورس هتلاقي ده طبعا ايه المواضيع الاسماء العنوين الرئاسية وجواها كمان العنوين الفرعية موجودة مكتوبة لو ما كانش حتى مكتوبة العنوين الفرعية ممكن حضرتك تجيبها انت من الكورس بس هنا العنوين الفرعية موجودة اهي وحضرتك طبعا بتضيف بقى لو حضرتك فيه جوه الكورس بتاع حضرتك المادة تحت العنوين الرئاسية دي فيه عنوين فرعية تانية حضرتك تحب الضفعة وتكلم عنها اوكي برضو ناخد بالنا ان هنا في مطلوب حاجة لازم تكون موجودة في المنهج بتاعنا اللي هي ايه ربا ابيت الكلام احنا مش عايزين ان يكون الفيديو عن مادة مخصوص او برضو اه دايجرام وبيقول لك يا على ان يحتوي البحث على احد هذه الميكونات بحضرتك هتختار بقى تشوف موضوع من الموضوعات دي لنسبك ويفضل طبعا تبته تختار الجزء اللي هو في اه سيميوليشن او الاول وبعدين تختار تبني على الجزء النظر بحيث البحث يكون مترابط اه اه مع اه بعض وهكزا بقى في كل المواد هتلاقي بيتم تخييرك بين موضوعات معينة ياما بيديك الاسم الرئيسي بس فانت حترك تدور بقى هات بقية الاعنوين الفرعية من الكورس او بيبقى بيديك العنوين الفرعية هيه وبيقول لك يعني ده معنا انت بتركز على الحاجات العنوين الفرعية المكتوبة هنا قدامنا وحتى لو جيبت حاجة تانية زي ما احنا اه قلنا جوه مدام جوه الكورس بتاع حضرتك ما فيش مشكلة طالما تحت العنوان الرئيسي لحضرتك درسته في اه الكورس بتاعنا. طيب هنا بقى نيجي للنقطة المهمة. حضرتك احنا هنجيب بقى الحاجات دي منين? الداتا دي هنجيبها منين? احنا محتاجين اه نجيب الكلام ده من داتا. احنا محتاجين نجيبه من مراجع او نجيبه بمعنى تاني من طيب هنا بقى نيجي النقطة المهمة انا هجمع انا في موضوع من المضاعات دي عاجبني. عايز اشتغل فيه. هجمع بقى الداتا منين. طبعا هو الجزء اللي هو الخص الخص وخلافه دي طبعا جزء بيبقى خاص بالمادة وكلام ده كله ترجع فيه حضرتك ليه. هترجع بقى ليه الحاجة المخصوصة اللي هي بتشرح لك بقى ده ازاي وخلافه. طيب هنا بقى بالنسبة اه انا عايز بقى اجيب الحاجات اللي هي هبتدي احط منها. انا اخترت خلاص موضوع في موضوع عاجبني. اه عايز بقى ادور على المراجع اللي انا هاخد منها. فقدام حضرتك بقى ايه? الاختيارات الاتية. اول حاجة الكتاب بتاع المد او او المحاضرات بتاعت حضرتك. يبقى حضرتك معك الكتاب بتاعك ومعك المحاضرات بتاعت حضرتك او ايهما واحد فيهم يعني حضرتك تبتدي تقرأ بقى ما يخص اللي انت اخترته. اه وتبتدي تقرأ كويس ومفوط تكتوب اسلوبك. لكن احنا زي ما احنا قلنا مطلوب من حضرتك عشان كده قرينا معايير تقييم البحث ان لازم ما نعتمدش على مرجع واحد مفوط نعمل نعتمد على كزا مرجع. طب المرجع التانية ايه بقى? اولا قبل ما نسيب الحتة دي هنا. حضرتك هنا بعد لو فرضنا خط جزء منه ولخصتهم طب اسلوبك بيكتب ازاي في الرفرنسز وتكتب اسم المؤلف الاول اوثر اللي هو مين اسم الدكتور ثم عنوان المحاضرة او العنوان الجزء اللي هو ما شاهد في المحاضرات ثم اسم المعهد يبقى ده يبقى المؤلف ثم عنوان المحاضرة ثم الانستيتيوت اللي هو طبعا المؤلف اللي هو الدكتور ثم عنوان المحاضرة اللي كان بتكلم عن ايه موضوع المحاضرة ثم المكان اللي هي تقلت في المحاضرة اللي هو المعهد بتاع اه حضرتك. طبعا اكتبه بالتفصيل انا كتب لك بس كده باختصارا عشان يبقى الكلام معين. طيب ده يبقى ده المرجع الاولاني. طب هنا بقى هاقترح عليك مجموعة حاجات تانية تعرف تجيبها بالسهولة عشان تعرف تجمع معلومات حلوة. الحاجة التانية اللي حضرتك ممكن تجيد منها داتة اللي هي التيكست بوك اللي موجود في الليحة بتاعت حضرتك بتاعت المعهد. ايه التيكست بوك ده هو الكتاب المرجع الرئيسي اللي الاسترشادي اللي محطوط في الليحة بتاعت المعهد. اللي حضرتك متوفرة موجودة طبعا على الموقع بتاع المعهد وعلى وفي اماكن كتير موجودة مع اه ممكن تجيبها. هتلاقي بقى كل مادة من دول لها التيكست بوك وممكن جمان. طبعا دي بيبقى فيها حاجات كلام باستفادة اكتر. وبيبقى فيها ممكن تلاقي فيها جميلة وتلاقي فيها حاجات برضو مو حاجة تقرأ منها وتلخص. انا طبعا لو اخدنا كم مسال حرك فتحت كده هتلاقي انا جاي بكده كم آآ مسال كده لو فتحت هتلاقي فيه آآ مسلا دي الحاجات اللي هي بتاعت مسلا مادة النبائط آآ هتلاقي فيه آآ لو فتحت تلاقي هتلاقي الحاجات زي ما احنا موجود كده قدامك. دي كده المواد اللي هي ممكن انا باقف عشان حرك ممكن تنقل بقى الاسم اللي عندك وده وبسهولة كتب دي اغلبها بتلاقيها بسهولة موجودة على النت ممكن تلاقيهم انها نسخ متوفرة سهلة تنزل الكتاب دوت وتبطي تطالع منه بقى الجزء اللي انت كنت عايز آآ تتكلم فيه. طبعا هنا في نقطة مهمة جدا ايه هي? ان عند حضرتك هنا مكتوب خلاص الرفرنس مكتوب بالفورمات اللي حضرتك هتاخده بس من هنا كوبي بيست ازاي بحنا شايفين هنا دايما بنفس الاسلوب برضو بيبقى فيه الاول اسم المؤلفين ثم اسم الكتاب ثم الناشر ثم الناشر بيكتب بقى بعد الناشر بقى بيكتب بقى ازاي كانت طبعة رقم كام والسنة طبعا لو حضرتك لقيت كتاب من دول مسلا فيه نسخ موجودة منه عن نت احدث طبعات احدث يبقى احسن يعني هنا اظن الكتاب ده نزل لحد لطبع رقم سبعة تقريبا او تمانية حاجة زي كده موجودة عن نت يعني وتلاقيها نسخ بعد كده فطبعا ده شيء جميل. آآ فطبعا حضرتك هنا في الرفرنس بقى حضرتك الرفرنس وكان له فورمات له طريقة في الكتابة. فهنا دلوقتي الرفرنس مكتوب جاهزة هو عن حضرتك وزي ما اطلقك للطريقة العامة عموما بيبقى المؤلف ثم اسم الكتاب او اسم المقالة ثم بعدها آآ الناشر ثم بعد كده بقيت المعلومات اللي هي الطبعة رقم كام والسنة بتاعت الناشر. فده قدوم حضرتك كده هتبقى دي مراجع جاهزة حضرتك هتدور آآ آآ بسهولة كده عن نت هتلاقي اغلب المراجع دي ككتب موجودة مشهورة متوفرة وآآ حضرتك بعد ما تجيبها هتلاقي فيها بقى وتلاقي فيها كتاب كلام مشروح مستفادة اكتر وآآ آآ هتلاقي فيها كلام ان شاء الله في آآ استفادة جمدة جدا آآ بالنسبة لك وتبديل تلخص زي ما احنا قلنا دايما ابعد عن الكوبي وبيست ابعد عن الاصل نسخ ولسق آآ آآ نسخ ولزق ديت تعمل ايه حاجة من ده يقراها اهضمها وكتب انت واسلوبك آآ زي ما انت شايف طيب الحاجة التالتة بقى اللي هلاقي منها مراجع هو الانترنت واحنا هنتكلم بقى دلاتي عن ازاي تستخدم الانترنت آآ آآ مرجع وازاي هقولك بقى تبتدي تعرف تكون مراجع قيمة ذات قيمة علمية كويسة وتبقى عندك آآ حاجة متاحة تستقدر تستخدمها في الكورس آآ بتاعك تعالوا بقى نشوف كده ازاي ممكن استخدم الانت بحيس اجيب منه مراجع بشكل مفيد وشكل موثوق وآآ معلومات تكون قيمة تنفع تليق ان هي تتحط في آآ بحس آآ علمي آآ طيب آآ آآ هنتكلم بقى على ازاي تدور على مصادر للبحث بتاع حضرتك عايزين مصادر تكون آآ آآ مصادر اولا تكون موسوقة تليق من الناحية العلمية ان هي آآ تنفع توقع موجودة في البحس بتاع حضرتك وسنيا لو في آآ مواصفات مثلا معينة مطلوبة البحس ان تكون مثلا المراجع حديثة آآ آآ فازاي توصل لي معلومة آآ تكون موسوقة على النت وفي نفس الوقت تكون آآ لو حضرتك عايز بآآ آآ تكون تاريخ معين او حديثة آآ نتصرف فيها ازاي فانا هكترح لحضرتك آآ الآتي الاول اللي اخترح الاولين طبعا احنا عارفين جوجل لكن انا هكترح عليك الاول قابل وتستخدم جوجل نفسه اللي هو الرئيسي بتاعه ولكن تستخدم آآ حاجة اسمها آآ آآ جوجل آآ جوجل اللي هو اللي هو الباحس العلمي جوجل سكولر اللي هو الباحس العلمي زي ما حدرك شايف كده وخلاص احنا عمنا بحس وجيبنا الاسم انت بعد كي على طول ممكن تحفظ الاسم على طول آآ سكولر دوت جوجل آآ دوت كوم هيجيب لك على طول الايه هجيب لك على طول آآ الصفحة بتاعته الرئيسي خيب هنا بقى ده البحس ده مستو ان هو بيجيب لحضرتك المقالات او الكتب او الحاجات العلمية فقط لا غير بعيدا عن الحاجات بقى اللي هي المواقع العادية وغيرها وخلافية وهو ده متخصص بس ما تجي تعمل بحس هنا على حاجة هيبقى متخصص بس يجيب لك الحاجات المنشورة في آآ حاجات علمية آآ يعني زي مسلا جورنالز مجلات علمية آآ او دورات علمية او كتب وخلافة طبعا احنا هنا مسلا لو خدنا هناخد بس نفترض اي مسال بس للتجربة لو فرضنا مسلا انا هعمل في جزء في البحس بتاعي هختار مسلا كلمة ضيوت طبعا احنا عموما حضرتك ممكن تعمل بحس بالعنوان العام ويستحسن بعد كده بعد ما تعمل البحس بالعنوان عام تعمل بالتفاصيل يعني لو حضرتك عايز مسلا كلمة ضيوت ضيوتة عن نوع معين في ضيوت تعمل بحس بالنوع دوت او لو عايز تعمل تدور على او عايز تدور على آآ 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 وهكذا طب احنا زي ما انا شايفين كده هو ده شكل الصفحة قدامنا هو بيجيب لحضرتك العنوانة هو الاول ويبقى بكاتب لك تحته لو هنا ناخد بلنا هنا مكتوب هنا بوكس دوت جوجل دوت كوم يبقى ده كده انت عارف حضرتك ما هو ده كتاب وطبعا الحاجة الكتب بتبقى مفيدة عن الجورنالز وعموما لان الكتب بتبقى بتكتب بلغة عموما آآ مبسطة نوعا ما بحيس الطلبة يقدروا آآ يفهموها مش شرط الناس اللي هم المتخصصين قوي يعني وبيقى فيه زي ما احنا شايفين كده قد يجوجل بوكس وارد زي ما احنا شايفين وبيقى فيه بقى ايه آآ مصادر اخرى زي ما احنا شايفين دي كلها عبارة عن جورنالز طيب احنا هنا دلوقتي اللي هيفيت حضرتك في دول الحاجات اللي هي بتبقى متاح لها البي دي اف زي ما احنا شايف كده في حاجات بيقى مكتوب هنا على الشمال فيها ايه دي قدامها بي دي اف معناها ان هي متاح منها نسخة يكون فيها ايه بي دي اف مبدأين كده طبعا حضرتك ممكن استخدم بقى ايه احد التولز الجميلة جدا في جوجل في البحس ان حضرتك عايز يزهر لك الحاجات اللي هي البي دي اف بس فهتكتب كده زي ما انا بكتب كده فايل طيب من غير مسافات على طول فايل طيب نقطتين فوق بعض بي دي اف كده هو هيجيب لك كل نتاج البحس اللي هي فيها مجرد بي دي اف بس زي ما احنا شايفين هتلاقي هنا طبعا في ميزة مهمة جدا ادي كتب لك اسم المقالة او الكتاب زي ما احنا شايفين مثلا دايود ليزر اكتيفيتد ليتشنج وهتلاقي كتب لك المؤلفين مكانها فين طبعا ومكتوب لك كمان للتاريخ على يمين هنا الفين واربعة وزي ما احنا شايفين اللي بعدها الف وتسعمائل خمسة وتسعين وهكذا يبقى حضرتك هتبقى عارف هنا المعلومات الاساسية من قبل ما تفتح اي مقال من دول بالاضافة كده في هنا حاجة اسمع على اليمين هنا اللي هو آآ الاختيارات مثلا منذ الفين وعشرين منذ الفين وتسعتاشر منذ الفين وستاشر او نطاق مخصص ممكن حالك تخش عليه وتختار بقى انا مش عايز غير الحاجات اللي اتنشرت مسلا بعد الفين وعشرة او اتنشر بعد الفين واحد كذا عشان يجي لك بقى آآ الحاجات اللي آآ تخص آآ آآ الزمن النطاق الزمن اللي حضرتك عايز وحضرتك عايز مراجع حديثة طبعا انت هنا هيبقى في حاجات متخصصة جدا في حاجات تبقى مفوق مستواك شوية لكن احنا عايزين يبقى عند حضرتك ايه نوع من الصبر شوية لازم يقى فيه آآ تبتدي تختار من دول تقرأ العنوين كده وتشوف مين فيه ممكن آآ يبقى آآ مفيد بالنسبة لك آآ طبعا احنا انا يعني طبعا انت لو دخلت في اي حد من دول بدأت يتفرج عليه انا هوري حضرتك آآ مثال على كده لو احنا شفنا آآ مثلا يعني احنا كده روحنا للصفحة التانية طبعا ريسيرش جيت وآآ خلاف طبعا ليزر يعني انواع مختلفة واسماء مختلفة لو راحنا مثلا كده للصفحة التالتة انا بس بضرب بالحضراك مثاليا آآ فهنلاقي مسلا هنا في عنوان عندنا هنا طبعا اللي هي الليد اختصارها اللي احنا اخدناها آآ في المسلا المقرر مسلا بتاع آآ مادة مادة زي النبائد هاللي هنا بيتكلم على آآ 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 طبعا لو حضراك دخلت كده طبعا عنوان شدك بتاعت تخش مسلا على كده لو دوست على آآ اللينك ده اللي هي فتح لك اهو ادي البيبر هاي موجودة قدامنا طبعا زي محرك آآ عارف المفروض في الكلام ده بنحتاجه في في المراجع فدي اسم البيبر هاي ودي المؤلفين تحتها وغاليا ما بيبقى البيبر مكتوب فيها فوق او تحت المكان النشر فين ادي تحت هنا اهو اي تريبل اي ومكتوب تحت عشمال اكتوبر الفين واثنشر بازا كل المعلومات اللي حركة عايز تحط دي في المراجع بتاعتك مسلا كل المعلومات الحركة محتاجها موجودة اللي هو اسم البيبر والمؤلفين ومكان النشر بس هنا نلاحظ بقى الاتي الحركة طبعا بسيطة شو هنلاقي احنا كنا اخدنا الاستخدامات مسلا بتاعت الليد قلنا مسلا ضمن استخداماتها ان انا آآ اعمل ان آآ آآ باستخدمها في كابلات الفايبر في نقل الداتا في كابلات الفايبر عشان بتنقل على شكل نبضات ضوء لكن احنا هنا بيتكلم على استخدمها في كميونيكيشن زعدي هتلاقي بص هنا هتلاقي هو بيتكلم ان احنا الضوء العادي دوت موجود هنا الضوء العادي طبعا مفيش فيه آآ آآ مالوش مفيش له الاضرار بتاعت نفس الاضرار الموجود او هارمليس مالوش نفس الاضرار المتوقعة او المحتملة من فاتليه بيتكلم على ان هو ممكن نستخدمه الليد ديت العادية نستخدمها في ان احنا ننقل بيها حاجة مسلا زي الواي فاي اللي عند حضرتك جوة البيت طب هو ليه بيقول الكلام ده عشان هو بيقول ان احنا اللمبات الليد دلوقتي اكثر شيوعا شيوعا واستخداما من اللمبات من اللمبات الفروسينت فقوة موجودة في كل البيوت دلوقتي فقوة دلوقتي بيقدم فكرة جديدة ان احنا ممكن طبعا هي مش جديدة انا بتكلم عموما جديدة بالنسبة لك انت معدتش عليك في الكورس ان ممكن نستخدم الليد اللمبات العادية بتاعت الليد في ان انا انقل الداتا زي الداتا بتاعت الراوتر لحضرتك في البيت وانقل داتا بشكل هيبقى في اه اكثر امانا لان ما فيش طبعا اه بيبقى كمان مش محتاج خلاص بقى ايه اه راديو فريكنسي اه ما قالش بالراديو فريكنسي كله بتاعه وبدأ يتكلم عن موضوع ده وطبعا حضرتك لو فرضنا ادي هي حاجة ما كانتش موجودة في الكورس عندنا حضرتك في اللي موجودة طبعا عموما يعني الكورسات كلها بتبقى محكومة في الطايم وفي الوقت فحضرتك لقيت كده مسلا يعني جديد ما كانش مذكور بنسبة لك قبل كده في الكورس بتاعك الليد اللي هو الليد انها ممكن استخدمها في كمان طبعا لو انت تفرد كده هتلاقي في ادي هي مسلا امثلة هي صورة هي مسلا موجودة ليه الموضوع ممكن يبقى السيستم ازاي وطبعا عيوب برضو وطبعا بيبقى فيه عيوب لازم بقى فيه خط رؤية على طول موجود وهكذا طبعا انت مش محتاج كل الكلام ده لكن انت لو اضفت فقرة صغيرة تلات اربع تسطر ان بقى من ضمن استخدامات اللايت اميتنج دايود اللي هو الليد عموما انا ممكن استخدمه في ان انا اعمل كوميونيكيشن اتصالات طبعا طبعا معلومة زي كده معلومة قيمة جدا ومحترمة جدا متحط في بيبر اه 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 وزي ما احنا شايفين كل ده اه البيانات بتاعته موجودة جوه لو جبتها او وفي ميزة هنا بقى بيقدمها اه جوجل جوجل اه سكولر عموما اللي هو موضوع الاقتباس يا جماعة ده هراجد دست على اللي عاملتين هو بتاع الاقتباس هجيب لحضرتك جاهز على طول تلات فورمات مختلفة للاشكال ممكن تعاملها اهي ده كليك مين كوبي حضرتك على طول مرجع ده كل الداتا بتاعته خلاص موجودة هتحطها بس كوبي تحطها في اه المقالة بتاعتك اه على طول حط الاخراص كل بقى بالترتيب اسماء المؤلفين بالاسم البيبر بالمكان بتاعها بالنشر بكل الداتا على طول جهزة هترك مش محتاج حتى تعملها طبعا دي ميزة مهمة جدا جدا جوجل ان انت ممكن تجيب كل الداتا على طول بس مجرد بضغط زرار واحد زي ما احنا شايفين كده لاي موقع من دول بضغط زرار واحد بس هجيب كل الداتا اللي انت عايزها مش محتاج حتى تقعد انت هتجمع عنوان ومؤلفين ومكان نشر واخلافه لو حضرتك اه حبيت تستخدم اه اللي هو الجوجل سكولر هتلاقي عليه حاجات اه قيمة جدا جميلة جدا وسينتيفك جدا جدا هتلاقي في صعوبة شوية في الاول معلش لحد ما تبتيت تلاقي حاجة مناسبة لك شوية لكن زي ما احنا شوفنا ما بتوصل لمعلومة زي كده بتبقى اه معلومة قيمة جدا ومحترمة جدا هتركت تحطها في البحث بتاعتني طيب البديل التاني بقى الاخر هتركت تستخدم جوجل عادي لو فرضنا احنا هعمل هستخدم انا جوجل عادي هو زي ما احنا شايفين وهبطدي اعمل هكتب كلمة دايوت برضو على جوجل عادي خلص طب دلوقتي احنا هيطلع لي مجموعة من المواقع آآ آآ كتير جدا وآآ فلا نرجع للصفحة الاولى انا ازاي اعرف بقى ابتدي اميز مبدئين كده بشكل مبدئي المواقع الحاجات اللي هي ممكن تبقى قيمة من الحاجات اللي مش قيمة مبدئين كده اولا احنا في عندنا انت ما تيجي لك اي موقع زي كده نتاج بحث زي كده بص على اه اه الامتداد بتاعها ايه هل هي دوت كومب ولا ولا دوت ايه بالزبط فالحاجات المقدمة كالاتي اول حاجة ما تلاقي حاجة دوت ايديو اي دي يو لان دي موقع ايديوكيشن ثم آآ دوت ارج زي ما احنا شايفين كده دي ويكي بيديا ناسا دوت ارج ثم ارج دي اللي هي غير ربحية منظمة غير ربحية آآ آآ ثم في الاخر دوت آآ جي او في اللي هي الحاجات اللي هي تابعة للحكومة طبعا الحاجات ديت بتبقى اكثر موثوقية شوية في المعلومات بتاعتها من الحاجات هيا دوت كوم العادية او دوت نت وهكذا طبعا احنا هنا لو بصينا هلاقي في عندنا دايودة ويكي بيديا انا هقول لك دلوقتي هنخش اهو مسلا هنختار ويكي بيديا وهقول لك آآ ويكي بيديا عموما يعني وجهة نظري فيها ايه هتلاقي مسلا في عندنا دايود ده فلوك دوت اللي هو طبعا دي مارك المشهورة بتاعت آآ اللي هي بتاعت الافو الافوهات المعظم موجود في البيوت عندنا هتلاقي هنا آآ زي ما احنا شايفين موقع تاني دوت ارج برضو اللي هو خان اكاديمي دوت هنفتحها برضو نبص عليه آآ فيعني ممكن برضو هتختار كده كم مصدر من آآ المصادر الموجودين هنا ومسلا ادي مسلا آآ اقول مسلا ده موقع عموما نختاره تبتدي الحاجات دي احنا دلوتي انا فتحتها ايه بس احنا ايه هنختار كام واحد ونشوف هم مفتحين جاهزين عشان معدوش يحملو ضع وقت مثلا كلمة يعني مدية آآ يعني هي يعني شوية آآ برضو زي ما احنا شافين انا هفرج اللي هو احنا 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 فتحنا المواقع ديت كده هنبص عليهم في السريع فما يبدأ ايه بس هتلاقي عندك الديود على الويكي بيديا عموما الويكي بيديا ما ما تفضلش قوي فيه انك تاخدها كريفرنس في حاجة علمية والسبب كده ان هي طريقة اعدادها اصلا ان هي بتبقى حاجة زي آآ اعداد جماعي الناس كلها بتشارك فيه الاعداد بتاعها يعني مش المشرفين على الموقع مش هما المؤلفين للمحتويات بتاعتها لأ ده الناس كلها بتشارك فيها اي حد عايز يخش يعدل في حاجة يعمل حاجة يدف حاجة يعدل والناس بقى لو في حد عنده اعتراض عليها يبتطي يعترض وهكذا لكن عموما الويكي بيديا ممكن تفيدك بكذا وجهة اولا لو عندك عايز تاخد فكرة عامة عن موضوع ما آآ ممكن تاخد بشكل عامي عن موضوع ما الحاجة التانية آآ ممكن يبقى فيه مجموعة صور آآ كويسة ومتميزة والحاجة التالتة اللي طبعا زي ما تشايف كده فيه آآ يعني ايه كلها موجودة الانواع موجودة آآ الشوت كده ايضا هو موجود الجرافات وكلام ده كله بتاعب فيه شوية صور جميلة ممكن يبقى فيه شوية رياضة والحاجة التالتة بقى مهمة جدا يعني بعد ما بتاعبت فكرة عامة والصور ممكن تبقى صور كويسة كمان يعني عنده مجموعة آآ بتبقى آآ كويسة ممكن حلقة تبطي تخش فيهم دقيقة دي ريفرنسز اهي علمية وممكن تبطي تخش بقى اي ريفرنس من ضمنهم وتشوف مين فيه متاحة على النت في حاجات فيها يعني عند موجود متاحة تقدر تخش على طول وتشوف ديت وتجيب بقى هتبقى دي حاجات سينتفك بقى اكتر آآ لي آآ ينفع تستخدم في البحث بتاعه اكتر من آآ يعني ممكن تستخدمها مثلا من جزء في بتاعك كده يعني لكن يعني ما يفضلش آآ يعني هي مش محبزة زي ما احنا قلنا كذا سبب من ضمنهم اللي قلتركوا عليه آآ طيب عندنا مسلا هتخش ادي الموقع التاني مسلا بتاعه اللي هو بيكلم عن الديدود برضو هتلاقي في صور هتلاقي في بيانات ادي الموقع التاني اللي هو بتاع آآ آآ دوت ارج بقى اللي هو كان اول واحدة قلنا عليه جماعة اللي هو كان اسمه خان اكاديمي دوت لهو دوت ارج اللي هو اول موقع اللي هو قلنا عليه دوت ارج هتلاقي هنا في فرق كبير بقى آآ كدوت ارج هنا هتلاقي هنا المعلومات فيها توسيق اكتر. فيها فيها جرافات زي كده شكل فيجر ممكن تاخده وتستخدمه معاك. اه هتلاقي فيها اه يعني الكلام شوية عن بقية المواقع التانية زي ما احنا شايفين. وفيها جزء رياضة وفيها مسائل محلولة وفيها جزء يعني اه ينفع اكتر. وطبعا عموما انا هقولك تعريق الوقتي على الحاجات اللي احنا جبناها عموما المواقع اللي احنا جبناها على جوجل ونقرنها بالجوجل اللي هو اللي هو البحث العلمي. اه ده مسلا اهو ادي موقع التاني ده اللي هو الاباوت سيركيتس. ده الديود وشكل الدياتا الموجودة آآ عليه والصور طبعا مكتب فيه صور جميلة والكلام ده كل. ده مسلا اللي هو آآ عن البين جونكشن. برضو زي ما احنا شايفين كده مكتب فيه هنا آآ صور جميلة متقدمة بشكل الزريف لطيف تستخدمها آآ 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 ادي مسلا هنا مسلا ده برضو برضو ممكن هنا تلاقي بقى ايه؟ زي ما احنا شوفنا كده هنا ممكن تلاقي فيه حاجة بقى معلومة كده اضافة جميلة ان في حاجة اسمها باي باس دايودز في اللي هي مستخدمة في ألواح الطاقة الشمسية. طبعا احنا ممكن هنا يبطيك تلاقي دي اضافة حدراك تضيفها وتبقى جميلة حتى ما تذكرتش قدامك عندك في الكورس بتاعك بتاع المادة ان آآ ده انا بستخدم حاجة اسمها باي باس دايودز وايه فايدتها وايه اهميتها ان انا هنا مسلا هيديني هيبقى فيه خارج من آآ من الواحة الطاقة الشمسية حتى لو كان آآ الباور بتاعته ضعيفة شوية هيبقى فيه خارج بدر ميبقى فيش خارج خالص. طبعا ده كده اضافة ان حضرتك آآ تقولها تطويخها ،واتضفها من ضمن الابليكينغز مثلا الموجودة في الضأيود وهكاس. ده مثلا اليكترونيكز توتوريال طيب هو آآ هت lacie تلاقي عموما تعليقا انا كالأتي انت عموما الحاجات اللي هي بتاعت هتلاقيها بحس على جوجل هتلاقي 애غلبها الحاجات في ما نفس المستوى العلمي اللي حضرتك درسته وممكن تكون معلوماتك كمان احسن منها لكن هستفيد بها في الحاجات اللي هي and escuela الحاجات اللي هي المعلومات العامة وصور جميلة ممكن يقف فيها فيديو وكذا لكن طبعا لازال الموقع اللي احنا جبناه حتى الان مسلا موضوع بتاع الجوجل سكولر الجوجل سكولر اه اللي هو بتاع دايود مسلا في لا زال هو ده اقوى حاجة لقيناها دلوقتي في البحث اللي احنا عملنا مع بعض في ثلاثة اربعة خمس دقيقة دوقتي فدايما هتلاقي الحاجات من ناحية العلمية اتقل اما تجيبها عن طريق اللي هو الباحث العلمي بتاع جوجل هتلاقي الباحث اللي بتاع جوجل بيديك حاجات علمية اقوى شوية طبعا انت محتاج بس منك شوية صبر وتفتح وتقروا ممكن تفتح جنبك اي موقع للترجمة سواء آآ جوجل او آآ اي موقع تاني للترجمة وابتدي دور كده بالراحة هتلاقي في حاجات معلومات قيمة جدا وحاجات جميلة جدا ومفيدة آآ تنفع آآ وطبعا لازال برضو مفيش مانع تستخدم جوجل عادي آآ وهتلاقي برضو حاجات آآ قيمة وجميلة ودايما ما تنساش ان احنا دايما بيقى فيه مسموح بنسبة معانا من الاقتباس فما يبقاش كل الحاجات اللي ايه حضرتك تاخدها كوبي وبيست كوبي وبيست كلام ده طبعا آآ مينفعش مع كل قده بقى مسموح بنسبة معانا فدايما تركز ان انت تاخد المعلومة قراها وتستفيد بها وتخدمها وقدر الامكان بسيغها باسلوبك انت هيبقى احسن من موضوع بتاع آآ الكوبي والبيست من الحاجات المهمة برضو لتستحق ان هي تذكر يعني ان آآ احنا طبعا آآ استخدامك للكلمة اللي هتعمل بها بحث طبقا مهمة جدا مؤسرة فنوع الكلمات بتاعتك يعني انت عملت مرة بحث بديوت سواء على جوجل سكولر او جوجل عادي ممكن تعمل مرة على آآ الحاجات بقى لجوه الديوت الحراكة مهتمة بيها زي مثلا او طايبس او دايود زيان كانوا هتلاقي كل مرة في مجموعة مختلفة من البيانات ومن الداتا وزي ما انا زي ما قلت لك كده علمتك تبتدي لو جوجل عادي اهتم من الاول لو في حاجة دوت ايديو الاول ثم دوت ارج ودوت جي او في الاول قبل الحاجات اللي هي بتاعت آآ دوت كوم وآآ برضو على البحث العلمي زي ما قلت لك انا ابتدي هيبنى على طول من العنوان بتاعها آآ آآ هيبنى على طول من العنوان آآ ازا كان الموضوع دوت يخص قريب من آآ الحاجة اللي انت عايزة اقول لأ وتاريخها موجود والكلام ده كله زي ما احنا قلنا البحث العلمي هيبقى متعب شواء بنسبة لك المستوى عالي شوية لكن هو البحث العلمي بصراحة هو ده اللي هو بيستخدم عموما بقى في الحاجات اللي يبتبقى فيها ريسيرش في الناس بقى اللي ان شاء الله بتحضر ماجستير ودكتوراه وكلام ده كله ان هو بيبقى آآ بيديك حاجات سينتيفك جدا علمية جدا وبتكلم في صلب الموضوع فهيتعبك شوية لكن المحصلة بتاعتها تبقى آآ احسن واخيم بكتير من الجوجل العادي لكن يعني طبعا ده متاح وده متاح بالنسبة لمستوى طالب في آآ في الجامعة يعني. آآ فينا برضو آآ حبيت اقولها كده قبل ما نسيب الباحث العلمي بتاع آآ جوجل. ان حضرتك آآ جوجل برضو بيقدم ميزة ان لو زي ما هنشايفين كده البحث قدامك في كتاب حتى ما تغير من اعمل آآ فايل طايف بيدي اف ولا حاجة. آآ آآ لو حضرتك آآ فتحت الكتاب ده هتلاقيه حتى لو هو الكتاب ده آآ كتاب آآ مطبوع بفلوس بيقى عرض لك اجزاء منه آآ فور فري طبعا هنالك بتدور على الحاجات معينة وكده كده انت مش محتاج آآ مش محتاج يعني صفحات كتير ولا شابات الكاملة انت بتدور على موضوع معين فالكتب عموان لو فتحت اي كتاب من الحاجات اللي هو موجودة دي هتلاقي بوكس دوت جوجل ديت هتلاقي حتى لو نسخ منها مش موجودة بدي اف هتلاقي هو آآ هيعرض لك اجزاء من آآ الكتاب تقدر تعمل بحس جواه ممكن زي كده تلاقي في فقر هنا مهمة بنسبة حركة روح آآ تستخدمها او آآ تستعرها او تلخصها آآ زي ما تحب طبعا هيبقى زي ما قلت لك هيبقى في آآ جزء طبعا للحاجات لكن ممكن تلاقيه برضو معلومة مفيدة هنا آآ متاحة بالنسبة لك آآ وزي ما احنا هنا الكتب عموانا تتميز آآ نوعا ما شوية عن البيبرز نهاية بتبقى معمولة بحيث تبسط آآ الموضوع واتقربوا آآ لي الناس فحتى لو نسخ منه مش موجودة بدي اف مدام كاتب بوكس دوت جوجل كده دوت كوم بيبعرض نمازج من الكتاب وعمل لك بحس على طول بالكلمة اللي انت دورت عليه زي ما احنا شوفين هنا الدايود هيجيب لك كلمة دايود وردت فين في الكتاب تبتيجي تقدر آآ طبعا لو علمت اي علامة عند العلامات الزرقية هيجيت لك كلمة دايود جات فين فطبعا ده برضو موجود حرك تستعين به هيبقى نافع جدا بعضو حاجة تانية هنا طبعا هنا هو هنا شامل برضو بحاجة اسمها تضمين آآ براءات الاختراع دي ممكن انت تشيلها لان هي مش تبقى مفيدة بالنسبة لنا احنا او بحيس تضيق تضيق البحث شوية آآ وممكن طبعا زي ما احنا قلنا تجرب كزا آآ آآ تجرب بقى مش بس دايود ممكن تكتب دايود او 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 انا بضرب بس امثلة ممكن انا البحس بحاجات كتير هتلاقي قدامك هنا تفتح مراجع كتير عشرة خمستاشر عشرين مرجع وزي خليك صبور وهتلاقي ان شاء الله المحصلة في الاخر معلومات آآ ذات قيمة آآ عالية جدا جدا آآ طيب حضرتك كده بقى بقى عندك مجموعة من الداة خلاص عندك داتا مجمع داتا وعندك كتير وعندك كتير كان في الموضوع هبتدى انا بقى في البحث اكتب ازاي ابدأ منين آآ يعني هل انا هبدأ بقى اختار عنوان يعني امشي بالترتيب اللي هو البحث مكتوب بيه اختار العنوان وبعد اكتب ولا ازاي الحقيقة انا هاقترح على حضرتك حاجة آآ آآ يعني من وجهة نظر انا هي ده الامثل الاول ان حضرتك بتأول حاجة ان التايتل ده اصلا اخر حاجة بتكتب التايتل ده اخر حاجة والابستراكت دي اللي قابل التايتل على طول لان التايتل ده العنوان اللي لازم بيبقى له ان هو يبقى شامل عنوان وصف دقيق وآآ معبر عن البحث وده طبعا انت وانت شغال ممكن البحث وانت شغال تلاقي معلومة هنا تلاقي معلومة هنا الموضوع يتغير معك مع الوقت والابستراكت ده بيبقى الخلاصة بتاعت البحث كله ويبقى وهكذا نفس الكلام يبقى لازم ابستراكت دي يكون اخر حاجة هنا بقى يبقى انا هابتوا امنين هنبتدي نحط بقى من عنوين البحث انت مسلا لو فرضنا يبقى في عنوين بقى اتنين وتلاتة واربعة وجوام عناوين فراز ما احنا قلنا هبتدي تبتدي تبتدي تحط المعلومات اللي حد راجبتها على طول يبقى ازا هتبتدي مش هنبتدي بقى من حاجات دي لأ هنبتدي تحط الدهات على طول الموجودة لو فرضنا حضرتك عايز تتكلم على موضوع معين بتدي تبقى تتكلم عليه واحد اتنين تلاتة اربعة ثم اه وحاجة بعد تتكلم عن الموضوع بتعمل برضو الجزء اللي لو فيه جزء بقى فيه سيميوليشن او فيه سيركتس او حاجة بتدي تحطه وانت شغال في نفس التوقيت لو جات حاجة زمن هاريك دلوقتي لو جات حاجة وانت بتحطها لها ريفرنس معين وانت شغال في نفس التوقيت بتحط الرفرنسز معها ولو حاجة محتاجة بتحط طبعا هو مش شرط يكون كل بحث لازم له ابنديكس ابنديكس على حسب البحث هل هو محتاج ابنديكس ولا لا لو فرضنا حضرتك بتعمل مثلا حطت سيركت ديوجرام حطت دوائر ابنديكس بتحط فيه الحاجات اللي هي مش مناسبة تحطها جوه الكلام هتاخد هتقطع استرسال للايه الكلام بتالباح زي مثلا الداتاشيت الداتاشيت دي بتحطها في ابنديكس لو حد عايز يبص على دايما تحط الداتاشيت فين في لكن الدايرة نفسها بتحطها في في البحث عادي لان طبعا دي الدايرة بمعتمد عليها الكلام انت هتشرح الدايرة وانت شغال لكن الداتاشيت ما بتتشرحش بتحط بس وخلاص يبقى نحطها فين في الابنديكس لو البحث ده حضرتك مش محتاج ابنديكس خلاص لكن الرفرنسز ده شيء اساسي لازم يكون في ريفرنس وكل معلومة حضرتك هتحطها تأكد ان لازم يكون لها الرفرنس بتاع هارك جبتوا منه المعلومة يكون موجود طبعا يبقى احنا كده شغالين بقى بنكتب في المتن بتاع البحث نفسه بقى احنا شغالين فين؟ في المتن بتاع البحث وإحنا شغالين بنحط لو جالنا ريفرنس او جالنا الابنديكس بنحطه بعد ومن خلص كده بقى بنعمل ايه؟ بنطلع على الانترو داكشن طيب الانترو داكشن بتتكتب ازاي الانترو داكشن الاتى ان حضرتك المفروض المخدمة دي هتبقى وغدى التسلسل منطقي آآ للبحث بتاع حضرتك. فهتبتدي المفهود بتتكلم الاول في الموضوع العام ثم الموضوع الاخص ثم تبتدي تخش في صلب الموضوع بتاع حضرتك. حضرتك مثلا بتتكلم في مادة آآ نباعد الكترونية. اللي بحضرتك هتتكلم الاول النباعد الكترونية كلها بتتكلم على المسلا السيمي كوندكتورز مثلا او التكنولوجيا بتاعت السيمي كوندكتورز والسيليكون تكنولوجيا السيليكون. يبقى هتديها الاول فقرة كده عامة بشكل عامة عن آآم موضوع أليكترونيكس بعاملاً والعاصر اللي احنا فيه. ثم الفقرة اللي بعد كده هتكش في الموضوع اللي انت اخترته جوه جوه المادة بتاعت حضرتك. آآآ آآ وهكذا ابقى انت حاضرتك بتبدأ لو الكلمة عامة حضرتك مثلاً هتكلف عن داس الإلكترونيات هتكلم عمواً ممكن تتكلم عن elements عاماً بشكل عام ثم تبقى تكلم عن الموضوع اللي اخترته سواء مسلا اه 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 او وهكذا. احراك مسلا بتكلم في مادة اه زي اتصالات المتحركات هتكلم الاول عن بشكل عام والتكنولوجي الاتصالات بتاعتنا بشكل عام هي فقرة. احنا بتكلم على فقرة واحدة. ثم بعد الفقرة ده تختار بانت اخترت موضوع معايا تريد تروح نائل من الموضوع ده من الموضوع العام. اتصالات من الحركات هتقول وجواها بقى فيه. اتكلمنا عن اه هتروح نائل بقى على النقطة التانية انت هتختارها بقى ده تمهيد لها لبقيت. لبقيت الايه? البحثة حضرتها. احراك مسلا في شبكات الحاسب. تتكلم الاول فقرة كده عن الكمبيوتر نتوكس اصلا استخدماتها مسلا فوائق اه انتشارها دلوقتي ان بقيت خلاص الجزء لا يستغنى عنه. بعد كده اتروح انت اخترت بقى اللير جوه الكمبيوتر نتوكس. يبقى الفقرة التانية تتكلم بقى اه هنتبقى نتكلم على اللير الفرنية اه وحضرتك هتتكلم عن الواي فاي. هجمع كاتب فقرة عن الواي فاي. انا هوريك كده. مسال من بيبرز من بيبر حقيقي. آآ منشورة. آآ آآ هنلاقي نفسها هنا متبعة نفس التسلسل ده زي ما قلت لحضرتك كده. بيتكلم الاولى عن الطبيق العام خالص. في الانترودكشن هو طبعا الابستراكت زي ما احنا قلنا. آآ طبعا زي ما شايفين العنوان والمؤلفين عموما يعني الابستراكت اهو. بيبقى من غير ترقيم. ثم ادي الانترودكشن بيبقى في فقرة. ممكن فقرتين او تلاتة. بيكلم عن الموضوع العام خالص. ادي مسلا. آآ ثم ده بشكل عام خاص. ثم هيتكلم على آآ آآ حاجة جوة بقى الموضوع دوت. ثم حاجة جوة وهكزا. ثم انت بقى بعد ما تكلمت عن الموضوع العام. ثم دخلت موضوع بيسلم للتاني موضوع بيسلم تاني قلنا بقى فيه ناحكي علمي شوية. بتكلم عن دول العام ثم الادق منه شوية ثم الادق منه شوية وتخلي فيه جملة ربط كده بين اللي بعد الفقرة واللي بعدها. اخر بقى فقرة في يفضل تكون كالقاتي. بتكلم بقى ان بقيت منظمة كالقاتي. هتقوله بقى انت السكشن اللي جاي في سكشن اتنين دوت انا هتكلم فيه عن موضوع الفلان. سكشن تلاتة هتكلم فيه عن موضوع الفلان. في سكشن اربعة ازا همنا شايفين كده انا حطيت في في سكشن مثلا خمسة حطيت في سكشن رقم ستة. يعني تحطت في سكشن رقم ستة. تبقى اخر فقرة في انت بتقوله بقية متقسم ازاي. هتقوله في هي جملة واحدة بس لكل ايه. سكشن اتنين الكلمة فيه عن كزا. سكشن تلاتة الكلمة فيه عن كزا. وحطينا في الاخر مثلا في بتاع آآ في مسلا رقم اربعة ورقم خمسة واحدة. يبقى كده اتكلمنا ده كده فهمنا بتتعامل ازاي? تتكلم عن موضوع العام ثم انقل منه عن موضوع الاخص اللي انت اخترته جوه المادة نفسها ثم انقل بقى لو انت استخدمت مثلا حاجة معينة آآ في السيميوليشن او في هتكلم حاجة ادق بقى انقل بقى الحاجة التالتة واخر فقرة كده يستحسن تخليها تتكلم عن وقل له بقى السيكشن اللي جاي هنتكلم عن كزا واللي بعد وكزا وفي الاخر هنعمل آآ ده كده الشكل اللي هو ممكن حضرتك تستخدمه آآ ليه طيب هاللوقتي عملنا خلاص بعد كده بقى اللي يفضل ان حضرتك تروح عامل بعد معنات بقى والكلام ده كله هتروح عامل على الكونكلوجين تروح كاتب الكونكلوجين طب هتحط ايه بقى في الكونكلوجين هتحط بقى النتائج بتاعة الحاجات المستخلصة الحاجات بقى اللي انت استخلصتها من البحس او النتائج بقى البحس بتاع حضرتك خاصة لو حضرتك استخدمت طبعا بقى حاجة زي المتلاب او استخدمت السيركت حقيقية او او يبقى انت هتقول في الاخر احنا الكونكلوجين عملنا كزا ولقينا دراسنا بتاع الفلاني التأسير الفلاني او دراسنا الدايرة الفلانية اللي هي بتعمل التأثير الفلاني وعرفنا مثلا اهمية مثلا او عرفنا اهمية عارفنا اهمية عارفنا اهمية الديود عارفنا اهمية ترانزيستور يبقى ده اللي هو حضرتك خرجت به من حضرتك وتركز على لو حضرتك استخدمت دايرة كمتلاب وطلعت به نتائج معينة اثبتت بيها حاجة موجودة في المادة يعني مثلا زي ما احنا قلنا كده هتلاقي في المتلاب بتبقى في درست بتاع حاجة معينة عملت موضل لحاجة معينة رسمت حاجة معينة فبالتالي انت طلعت من المتلاب وبحاجات اثبتت لك حاجة في المادة ده اللي بنحطه فينا يا جماعة الاخير ثم بعد كده اخر حاجة بقى بحط بتبقى الابستراكت الابستراكت بقى بيبقى مختصر جدا وبيشمل بقى كل حاجة في البيبر الابستراكت ده بيتكلم عن من اول بقى البيبر دي الاخر ان ده تكلم عن ايه? واحد اتنين ثلاثة بيبر دي عملنا فيها ايه? واحد اتنين ثلاثة واستخدمنا فيها موضل ايه واحد اتنين ثلاثة واطلاعنا فيها اي واحد اتنين ثلاثة طبعا موضوع كله على بعضه احنا بنتكلم في عدد محدود من الجون بتبقى فاقرة صغارة يعني ممكن ما توصلش حتى نصف صفحة اللي حاجة ما كنتبقى بحض بحق مرة خمسين كلمة مائة اتنين كلمة يعني ده اغلب بتطلب كده يعني بتبقاش بقى ده حاجة يعني مطولة زيادة عن لازم والكلام ده لأ بتبقى بس حاجة زي ما احنا شايفت كده مختصرة بيبقى فيها الخلاصة بتاعة البحث زي ما تشايفين كده بمجرد فقرة واحدة متصلة بكونش متقسم على فقرة طبق فقرة واحدة متصلة يعني زي ما احنا شايفت هنا يعني تقريبا نص تقريبا حاجة زي كده بس بيقى بقى مختصر جاي بالخلاصة بقى بتاعة الموضوع كل وزي ما احنا احنا بستراكت اخر حاجة بنكتبها ليه بيبقى شامل كل حاجة تعاملت في البحث بشكل مختصر بما فيها اللي هو والنتائج اللي حضرتك وصلت لها آآ في البحث والبرنامج اللي استخدمته والحاجة اللي استخدمتها بنحطها بشكل مختصر آآ في الاخر بعد بقى ما تخلص كل الكلام ده اخر حاجة بقى حضرتك بتختار العنوان والعنوان يكون آآ مختصر وآآ مختصر وسينتيفك ويكون كمان محدد سبيسيفيك للحاجة اللي انت عملتها حضرتك لو درست تأثير افكت بتاعة حاجة معينة عن طريق المتلاب او عن طريق دير معانا او يستحسن يبقى لهم ما تكتب ليش مثلا ما كنتش مادة اسمها نباعد الالكترونية الالكترونيك ديفايسيز وتروح كاتب لي الالكترونيك ديفايسيز او حضرتك هتختار دايودز وتروح كاتب لي دايودز ما تقولش هندسة الالكترونية هتلقى صوب بقى انت انسب عنوان يناسب الحاجة اللي انت عملتها طبعا انت لو انت ماشي بالترتيب دوت هتلاقي الابستراكت عنوان في كل حاجة انت عولتها ممكن تبتيت تستخلص منه عنوان طبعا لو انت البيبر بتاعتك مفيش فيها اي آآ مثلا سيميوريشن ولا متلاب ولا دير ولا حاجة ممكن تكتب مثلا اللي هو آآ كأنه بحس مرجعي آآ مثلا عن الموضوع الفلاني كزا مسلا كزا مسلا انا مش عايز طبعا اقول اسمها محددة عشان ما بقاش الناس تاخد كوبي وبيست اللي انا بقوله بالزبط انا بكلم على آآ بشكل عام يعني ده لو احنا مش مستخدم انت اي حاجة فيها برامج ولا ولا حاجة لكن انت لو انت بقى مستخدم برنامج معين وفيه مستخدم دوائر معينة استخدم بقى ده هو النتيجة اللي استطلها في اسم البحث يعني مسلا استخدم كلمات زي انا مش قول انا وين كاملة انا هقول على كلمات ممكن تستخدم في البحث فساطا في الابحاث بتاعتي كلها فيها حاجات جزء بيها سيميوليشن او جزء فيها دوار عاملية مسلا ممكن تقول ممكن يقول فيها كلمة دراست كزا مسلا انت هتقدر دراست كزا او كزا او كزا او كزا تأثير كزا حسب الحاجة اللي انت درستها او بتاعت مثلا اه كزا وكزا وكزا او وهكذا يبقى ده اللي هو الشكل او ماثيماتيكا الموضل لو حضرك عام ماثيماتيكا الموضل بالمتلاب او بالسيميولينك او كزا 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 واخد بالحضرتك فده هيبقى انوان محدد جدا وسبيسيفك لحضرتك ومعتمد على اهم جزء في حضرتك اللي عملتها اللي هي الجزء بتاع السيميوليشن حضرتك عملته او تخليه معتمد بقى على الدايرة اللي حضرتك استخدمتها لو حضرتك هتستخدم دايرة في الشغل بتاعها اه طيب خلينا نشوف بقى ازاي بعد بقى ما جمعنا الداة ازاي هننزل بقى الداة دي ويه نسقطها جوه الفايل اه الورد اه بتاعنا احنا نكتب بس كده جملة كده ونكررها زي ما احنا قلنا ما يفطن حضرتك ما تعملش كوبي وبيست رجع اكتب بقى بسلوبك سيغل ايه الكلام رجع عايز تقوله اه سيغل بسلوبك ده وفرضنا احنا مسلا بنكتب فيه اي ان كان بقى مسلا خلينا مسلا بنكتب فيه مثلا او اي ان كان العنوان يعني اه ففرضنا كده هنكرر الجملة دي عشان نعمل بها برا جراف كده هنبقى فيه عندنا برا جراف طبعا حراك ما بدوسش انتر خالص غير لو كنت عايز تتنقل البرا جراف اللي بعد ولكن كل جملة بتيجي وراء اللي بعدها وراء اللي بعدها على طول طالما احنا لسه بنفس البرا جراف اه بتاعنا احنا هنا بقى دلوقتي هنبتدي اه نعمل بقى اه الاتي احنا هنا المطلوب ان احنا اه بالنسبة البرا جراف ده كبرا جراف الاول المفروض بيبقى يستحسن ان يبقى فيه السطر الاولاني او السطر في البرا جراف بيبقى متاخر سنة ناحية اليمين ده بيجاب منين زي ما احنا كده شفنا فوق من عند البرا جراف كده فوق من عند السهم دوت او كليك مين عند البرا جراف ونختار برا جراف هتلاقي فيه زي ما احنا شايف كده بيختار فرست لاين واختار الرقم ده كده وطبعهم بيبقى يعني يعني خليه في حدود ساعة من عشرة سنتي تبقى مسافة كده كويسة زي ما احنا شايفين كده ما تدوس اوكي لا يحصل السطر الاولاني بقى في مسافة كمين حوالي ساعة من عشرة سنتي ده بيدي شكل ازرف واحسن في البراجراف طبعا شفت كده اول ما تدست الانesta راح للبرا جراف التاني الواحد بقى اخد المسافة الفاضية دي مسافة الفاضية دي اللي هي الساعة من عشرة سنتي خلاص هو الواحده اخدها كل برا جراف اكل ما تدست انتر هياخد المسافة دي وطبع ما انت بقى بتكتب نفس البراجراف عادي. آآ آآ هيبقى خلاص ما فيش المسافة دي. مسافة دي توقع موجودة بس مجرد في آآ اول سطر بس فقط آآ آآ لا غير. برضو احنا لا تشوف كده لو كررنا برضو الجملة دي وعملنا به البراجراف ودخلنا للسطر التاني. ما تلاقي السطر التاني بيبدأ من اول الصفحة عادي زي ما احنا شايفين كده قدام. تمامي بدي اول حاجة بنعملها اللي هو الجزء بتاع آآ الباراجراف دوت. زي ما احنا قلنا من جيبها من فوق هنا هو من كلمة دي. هتلاقي في سهم هنا تدوس عليه. وهيجيب لك على طول زي ما احنا شفنا الويندو اللي هو بتاع ديت. وهنا نختار ونخليه وطعم بيبقى في مسافة واحد وكسر تقريبا في الاول واحد وتقريبا سعة عشرين مية. يعني ديها تبقى كبيرة شوية خليها تقريبا سعة من عشرة سنتي آآ كفاية. آآ الحاجة اللي بعد كده بقى الجميلة جدا اللي هو احنا دلوقتي التنسيق في الغالب بيبقى آآ بيبقى ازي ما احنا شايفين هي التنسيق بيبقى شمال او يمين. لكن في بصراحة بيخلي الشكل اجمل كتير. لو دص على كده ايه اللي يحصل في يروح فرده بحيث تكون النهايات كمان مستوية. نهايات كمان مستوية. شوف كده الفرق. النهايات كده بقت فوق. في كلها بقت ايه? مستوية. مع بعض كده. فتبقى طبعا عندها شكل احسن كتير اما طبعا النهايات كده مستوية. طبعا بنتأكد ان احنا عندنا الواحد ونص آآ زي ما احنا قلنا آآ المرة اللي فاتت اللي هي المسافات آآ بين آآ زي ما احنا قلناها آآ المرة آآ آآ اللي فاتت. الحاجة التانية آآ المهمة. طبعا احنا من ضمن الحاجات المطلوبة في البحس يكون سلامة آآ اللغة بتاعت البحس. الجو الورد في ميزة جميلة جدا في التيب هنا الاسمه اللي هو موجود فوق دوت. اللي هو عبطة المراجعة آآ في اتنين اتنين يعني آآ حاجات بيهمونا جدا. الحاجة العونية اللي هي بتاعت آآ آآ والجرامر. طبعا هو بيبقى شغال وانت بتكتب بيعملك علامة حمر لو كتبت غلط بيشغل اوتوماتيك. لكن الجرامر بيحتاج ان انت تعمل. خلينا نعمل هنا احنا ايه? خلينا نفترض مثلا ان انا هاجي عند مثلا هنا وهخليها مفروض طبعا عشان كلمة مفرد لو خلناها طبعا انت ممكن تعمل جرامر على تدوس على على طول هيعمل لك كله للملف كله لكن احنا هنا طبعا عايزين بس نشوف بس الفقرة دي كده عشان ما يعودش ودينا الحتة بعيد فهنختار كده الفقرة دي اللي احنا عايزينها بس الفقرة دي كده وهنقول له هي رجع لنا سبلنج والجرامر زي ما احنا شافيه طبعا هو هتليه على طول رحمي ديه لك اختيارات هنا بيقول لك على طول اه هو شايف اه اه لا فيه هنا مشكلة اه 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 انترو داكشن بيقول لك هنا فيه اختيارات اه اقتراحات اما تخليها او ما ينفعش طبعا اه اه تبقى لان المفرد مع مع اه اه اما اه 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 اما بقدنا عندنا برضو هتبقى عايزة تتحول مرة تانية للجامعة هي كمان فانت هنا هيديك اختراحات زي ما احنا شافين هتختار الاختراح اللي انت عايزه شايفه انسب وتدوس آآ آآ طبعا برضو ما تاخدش كل حاجة كايه سلم بيها انت رازم تفهم ما هو آآ اه اللي يقصده يعني عشان طب حتى تختار بتاعك الصحة الانسب بنسبالك هنا طبعا احنا عايزين طبعا لانها كانت اصلا فتقوله طبعا هنا هيقول لك عايز تعمل بايت الدوكومنت احنا طبعا مش عايزين محتاجين مش محتاجين نعمله دلوقتي ولا حاجة هنقوله نو يبقى دي ميزة مهمة جدا موضوع والجرامر برضو خد بالك ان هو ما تاخدوش كحاجة مسلم بيها لو فرضنا احنا كتبنا هو مسلا زي اسم كده مسلا مرج ولا حاجة فالاسم دوت هو بالنسباله مش متخزن في بتاعه فهيبتدي يدي لك آآ ان هنا في مشكلة ولو عملت تاني طبعا هم يدي لك خط احمر اهو ولو برضو عملت وجرامر هيبتدي يقول لك مرج فهنا طبعا مثلا حاجة زي كده تقول له اجنور وانس او اجنور عشان هو كل كلمة المرج بعد كده ما يقبلها آآ في الدوكمنت بتاعه لو قلت له هعملها اجنور مرة واحدة بس آآ لكن اجنور اول هي هي اي كلمة مرج او اي كلمة دي الكرار التاني آآ هيعمل لها آآ اهمال كلها يعني ما يبتديش يديك عليها طبعا ده ممكن يحصل لو الاسماء عموما حضرت حضرتك اسم سينتفك معاني مش متسجل عنده آآ وهكذا بقى حضرتك دايما النضوع بتاع ده ما تاخدوهش كامر آآ مسلم بيه هنا طبعا هنقول له اجنور مش هنقول له اللي ان الاختيارات بتاعته مش مناسبة لي آآ الحاجة التانية بقى اللي حضرتك آآ متهمينة هنا الحاجة اسمها اللي هي بتاعة الورد كاونت الورد كاونت اللي هو بتاع آآ اللي هو بيعد الكلمات حضرتك طبعا ما مطلوب منك في البحث ما تقلش عدد الكلمات مثلا عدد معين الف فانت بتلاقي هنا عندك فيه تحت هنا اصلا اجمالي عدد الكلمات بتاعت البحث بتلاقي موجودة عن حضرتك تحت هنا تحت ده الاجمالي كله ممكن تبص الاجمالي ده على طول بس ده بيدي لك الاجمالي بكل حاجة في البحث بالمراجع بالرفرنسز بكل حاجة موجودة فين في البحث لو حضرتك عايز بقى جزء معين او فقرة معانا او مجموعة مثلا تكاشن معانا بتعمل بورد كاونت زي ما احنا شايفين كده اجمالي عدد الكلمات وطبعا الحروف يبقى كده حضرتك دي تاني مهم جدا من نسبة لنا حضرتك ممكن تستخدمه يعني الحاجة التانية اللي قلناها برضو حضرتك وانت بتكتب كده في البحث مهم جدا وانت شغال ما لو جالك حاجة جبتها من مرجع معين او معين تكتب طيب الرفرنس بيتحط ازاي القاتي بقى ده لو قاعدة ان حضرتك لازم الرفرنس بيترقم ارقام بالترتيب مسلسلة يعني هنا اول ذهر عندنا يبقى واخد رقم واحد اللي بعده رقم اتنين اللي بعده رقم ثلاثة وهكزا تبقى الارقام ترتبة في تسلسلي في حسب اه ورودها في البحث وبتتحط زي ما احنا شايفين كده في بين قوسين مربعين ادي كده الرفرنس رقم واحد يبقى هنا معناها ان الكلام ده كله جاب من اين من الرفرنس رقم واحد طب فين الرفرنس رقم واحد ده هيبقى تحت في الريفرنس خالص اخر حاجة في البيبر انواريها لك اه دلوقتي وهنكتب بقى الريفرنس ده بالفورمات اللي احنا قلنا عليه اه قبل كده. طب يفرض انت الفقرة دي جايبها ملخصها انت من مكانين يعني عجبك مكانين وتلاتة ولا حاجة? وعجبوك فلخصت الفقرة دي من اتنين ريفرنس مع بعض يبقى انت هتكتب ازاي تكتب اتنين ريفرنس مع بعض? بان انت اه تبقى واحد وتعمل كومة اه مسافة وتعمل اتنين. يبقى ده كده ايه? ده معناه ان الفقرة دي هترك ملخصها من اتنين طبعا انت اول ما تحط دي على طول تجري على طول فين? ده ميزة ان احنا قلنا تكون حاضر الفورمات من الاول خلص. تجري على فين? اه 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 على الريفرنس ساعة وتحطوه. لو فرضنا هنا مثلا تلاتة كمان اهو قدر رقم تلاتة. زي ما احنا شايفين كده باخواص مربعة لازم تمشي بنفس الترتيب. بالترتيب التساسوري ما ينفعش احط رقم اه مسلا تلاتة قبل رقم اتنين وكزا واروح على طول على فين? على واروح كاتب على طول رقم واحد كزا. طبعا بحطها ازاي بقى اسهل حاجة? طبعا برضو برجع احط الفورمات العادي بتاعي اللي هو خط اتناشر مش بولد وبختار بالترقيم يا جماعة. هتلاقي فيه في الحاجات في الترقيم او الحاجات اللي فيها اقواص مربعة اهي موجودة على طول جهزة. ببتدى حط بقى رقم واحدة طبعا مش كاتب الريفرنس هنا. حضرك بقى حط اكتب رقم واحد كزا بالفورمات بقى بالرائد فورمات اللي احنا بدنا من شوي. لو لو محاضرة او بوك اه اه لو بوك صحيح لو لو محاضرات احنا قلنا تكتب اسم المؤلف ثم اسم المحاضرة رقم اسم المحاضرة ثم المعهد اسم المعهد لو كتاب برضو طبع حد من الدكاترة الحضرك جيب من الكتاب بتاع المادة بتكتب برضو بنفس الترتيب اسم المؤلف اللي هو الدكتور ثم اسم الكتاب ثم المعهد لان المعهد هو مكان هو آآ هو مكان النشر. يبقى دي كده كده ابنا بقى دي رفرنس آآ رقم واحد ثم رفرنس آآ رقم اتنين ثم رفرنس آآ رقم تلاتة وهكذا زي ما احنا آآ آآ ماشيين كده في البحث بتاعنا يبقى كل حاجة ماشية بالترتيب آآ بتاعها وكل ما على طول تكتب حاجة تروح حاطة الرفرنس بتاعها على طول عشان ما آآ آآ ما تنساش حاجة وتعطي دور على بعدين. كده بقى اصلنا آآ احنا لوحتي اخيرا ستكلمنا زي البراجرافة تزبط وزي الرفرنس اللي حطناها وزي الكلام بنكتبه وآآ الشكل اللي عم بقى جميل اصلنا حاجة واحدة بس لو حضرتك عايز تحط صورة عايز تدخل صورة بقى وتدخل ايه القواعد بتاعة الصورة اللي برضو لها قواعد عشان تحط فيه الفورمات آآ آآ صح. آآ طبعا من برضو نعمل وبيقى في عندك بتختار حضرتك طبعا اللي حضرتك آآ عايزها اي عموما يعني من المكان اللي انتو نسايفه على الجهاز. لو فرضنا فيه الشر هنا طبعا فيه كام حاجة بقى عشان بقى الشكل كده جميل. اول حاجة طبعا تلاحظ ان هو ممكن تنزل يبقى حجمها كبير مبالغ فيه. وممكن يبقى فيها جزء ابيض زي ما احنا شايفين كده آآ آآ زيادة عن لازم آآ يعني مالوش لازم. هنا من الحاجات المهمة جدا الاول حاجة تعملها تتأكد ان هو محطوط محطوط ده كده محطوط ده احسن اسلوب تستخدمه عشان تخلي الصورة محطوطة آآ مع الكلام في وسط مع الكلام يعني. آآ طبعا الصورة هتاخد ايه انت بتبقى تكبرها شوية بحيس بقاش فيه كلام آآ يمينها واشمالها. لو حضرتك عايزها تبقى الكلام حواليها تختار سكوير. عايزها بالشكل انت عايز بقى لو انت عايزها بقى تبقى او بتستخدمهاش خالص ممكن تبقى لو الصورة عندك صورة شوية ومش عايز الكلام يبقى حواليها او جنبها او يمينها مش مالها تختار ايه يبقى هو الاتنين المستخدمين عموما او دول هيخله الشكل ايه? آآ معقول يعني. فاحنا هنا هنختار آآ آآ طبعا انت ممكن تجرب ده وتجرب ده تشوف مين هيدي شكل معك آآ احسن آآ يبقى هنا تتأكد ان هو ايه انا خدت وده بيبقى الابشن آآ الاصلي غالبا يعني. آآ بعد كده ما احنا شايفين في عندي جزء هنا فاضي فباستخدم اللي هو الكروب اللي هو هنا دوت. طبعا احنا فوق في عند الفورمات وبعنا بختار هناك كروب وانا مختار الصورة وانا معالم على الصورة وفورمات بشوف كروب ده معناه ان انا بذوق هنا مش هنا مش بصغر الصورة انا بشيل الجزء ده بحزفه من الصورة فالجزء الابيض ده اتشال وتحزف من الصورة طبعا هنا ايه انا ادخلت زيادة شوية هرجع تاني بقى كده ايه انا كده شيلت الجزء ده من الصورة. آآ وحزفت خلاص كده الحطة البيضة اللي ما فياش لازمة اللي ممكن تكون لغدالي مساح. خلاص هشيل بقى ممكن بقى اكبر بقى وصغر في حجم الصورة زي ما انا عايز لو حجمها كبير زي ما حشافين مبالغ فيه ونازل الصفحة التانية خلاص آآ صغرتها. طيب خلاص انا كده اراضي عن الصورة فيه بقى القواعد القواعد بقى اولا اي صورة احطها لازم بعمل عليها من الاول وعمل حاجة اسمها لازم يكون لها اسم. ما نفعش في صورة او فجر ما يكونش له اسم آآ في البحس بتاعي. فبعمل عليها واختار آآ آآ بختار لها اسم زي ما حتشافين كده فيه هنا واحد بكون انا مختار طبعا هنا الفجر ازي بتبشي بالترتيب هو كده كده بيرتبهم لك يعني انت هتلاقي تاني واحد يتعمله بعمل لك فجر طو فجر تلاتة وهكذا. فلازم الاسماء تبقى الاسماء متاخدة بالترتيب والحاجة التانية الفجر يا جماعة بيبقى التسمية بتاعته الاسم بيتحط تحت بلو سيليكتد ايتم بيبقى تحت الصورة عنوان الصورة عنوان الفجر بيبقى تحت الفجر. وكده كده هو اعملها لك هنا اوتوماتيك مدام اخترت الفجر بيحطو لك تحت الفجر وبختار بقى عنوان بختار عنوان وصف يكون معبر وشامل ليه آآ الفجر دوت ولو فيه انا جابه من ريفرنس معين يستحسن احط كمان ريفرنس اللي انا جيبها منه. اكتب مسلا هنا عنوان اكتب مسلا آآ يعني الكترونيك مسلا اوف كزا مش اكمل بس يعني سيركت اوف كزا اكمل بقى بس بكتب يعني كمسال وممكن كمان يستحسن اكتب ممكن اكتب كمان انا جيبها من آآ المرجع الفلاني مسلا طبعا خاصل عليه دول التي رقم اربعة وهدوس اوكي طبعا ده بيديني فرصة ان انا اعلم عليها زي انها كأنها واخليها من هنا اخليها ايه متوسطنة في نص الايه الصفحة لان دي كان واجي كمان على العنوان هو كمان واخليه في نص الصفحة. طبعا هنا العنوان آآ زي ما احنا شايفين بيبقى ما هم يديهولي هو بخط فونت معين غير اللي احنا مطلوب في البحس فممكن اغير الفونت وممكن اغير الحجم بتاعه بيدولي برضو حجم تغير ممكن اخلي الحجم بتاعه برضو آآ اتناشر زي البحس او اقل شوية مش مش مشكلة يعني لو هو اقل سنة مش مشكلة عايز سيبه اقل شوية او نخليها اتناشر مش مشكلة وهشيل كمان البولد بقى هنديله هنا نفس الايه? مدام ما فيش تعليمات بخصوصه همشي بنفس التعليمات بتاعت الخط بتاع البحس عادي عموما واخليه طبعا لو حبيت اخليه باللون الاسود برضو بعمل عليه طبع لك وبقى اختار هنا من الالوان خليها اللون الايه? اختار اللون الاسود. طب ازا ده كده الفجر آآ واحد. طب ازا كل صورة يبقى ليها اسم. والاسم دوت لازم بيمشي بالترتيب فجر واحد اتين تراتة ربعة بنفس الترتيب اللي وردت فيه جوه البحس بتاع حضرتك. والحاجة اللي بعد كده كمان لازم الفجر ده يكون اتذكر عنه نبزة جوه التكست جوه الكلام المكتوب. اتقال ان الفجر الاولاني ده بيوصف كزا او بيشرح كزا ويكون الجملة دي موجودة قبل المكان للفجر جيه فيه. يعني ما يكونش انا آآ كتبت الجملة ديت والفجر جيه قبلها. لأ لازم اكون انا قبل المكان اللي جات فيه الفجر. لو آآ لازم يكون قبلها اكون انا قلت فجر واحد مسلا بيوصف كزا او انفجر واحد مثلنا كزا. آآ واحد صبعا فجر ممكن نختصرها آآ اف اي جي دوت آآ واحد آآ دوت اف اي جي دوت يعني النقطة. واحد ده سيركت مسلا كزا بيوصف بقى الجملة بتاعتنا لازم نوصف. يبقى لازم اكون اشارت الفجر ده في وسط الكتابة. وبتيجي الوصف ده لازم يكون قبل المكان بتاع الفجر آآ اللي هو الرسمة نفسها او الصورة نفسه. لازم اكون اشارت اليها في الكلام قبل ما تيجي الصورة نفسها. طبعا لو جات ما اتأخرت شوية مش مشكلة. بس انا حاجة زي ما احنا واحنا تمشي بالترتيب واكون آآ 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 الريفرنس خلاص انا قلت هو الريفرنس اربعة يبقى رايح على طول قبل ما انسى عطول ريفرنس اربعة وحط الريفرنس بتاعي انا جبت الصورة دي اه منين? ازا الخلاصة زي ما احنا قلنا ان الفجرز هيبقى له لازم الفجر يتحط اه يبقى له اسم والاسم يبقى مترقم والارقام بالترتيب فجر واحد فجر تين فجر تراتة فجر اربعة ولازم الفجر يتذكر وصف له ولو حتى جملة بسيطة اه في في الكلام ويكون هذا الوصف او الجملة ديت موجودة قبل وجود قبل اه الرسمة او الصورة بتاعة الفجر طبعا اه نفس الكلام بقى بينطبق على اه التابل التابل لو حدرك هتدخل جدول او تابل يعني عموان برضو نفس الكلام وبيقى في عندنا اه تابل زي ما احنا شايفين تابل بتدخل بقى باي حجم بتختاره اه اه وابرضو بنفس الكلام هتعلم كده على التابل فوق وتعمل انسرت بس هنا بتختار انت اين بقى بدل بدل فجر بتخلي ايه بتخليه بتخليه تابل هو طبعا اه تابل هيروح هو حاطط لك على طول اوتوماتيك فين يبقى اسم الاسم او العنوان بتاع التابل بيقى موجود فوق التابل يا جماعة لكن في الصورة بيبقى تحت الصورة وبرضو كالعادة لازم التابل يتذكر برضو اه في وياخد برضو اه ويكون مكتوب في التكست مكتوب في الكلام يعني قبل ما التابل في نفسه الفعل يجي وبتختار له برضو عنوان يكون اه وصف اه جيد له يوصف التابل ده في ايه ولو انت جايبه من مكان تاني بتحط له الرفرنس بتاعه طبعا لو انت اللي كاتبه انت من بتاعتك انت خلاص مش محتاج لكن لو انت جايبه من مكان معين بحطور رفرنس بتاعه وبرضو نفس الكلام هتخلي برضو تايمز نيو رومان وهتخلي برضو الخط هتخلي اه اتناشر مسلا ولونه اسود زي بقيت الايه? اه زي بقيت التكست. اه طبعا ده كده ده المختصر بتاع التابل طبعا لازم انا زي ما احنا قلنا يبقى اكون اتقال التابل مسلا وان بيوصف كزا او في كزا او عارض في نتاك كزا يكون الكلام ده ذكرناه قبل المعاد اه قبل المكان قبل التابل نفسه ما يجي اكون انا قلت ذكرت جملة عنه اه شرحت ايه الموضوع ايه اللي بيتكلم عنه. ازا في الختام بقى احنا كده قلنا المكونات بتاع البحث عموما بيكون من ايه? وقلنا طريقة الكتابة بتاعته وقلنا الموصفات اه ازاي بتاعته وتجيب المراجع منين? والترتيب الكتاب ايه هو? وازاي هتنسق الفقرات اه يعمل تنسيق للفقرات وازاي تدخل هتلاقي كده احنا بالاسلوب ده وتحنا غطينا تقريبا المعايير كلها المفروض متاخدة فيه التقييم بتاع البحث. اه طبعا انا اتعمتنا انا اتكلم بتفصيل طويل شوية ممل يعني شرح نفس الكلام ازاي تستخدم وستاذ تستخدم جوجل وكلام ده كله عشان لو في حد ما عندوش فكرة خلصة عن اي مضوع من المضوعات ديت نكون خلطناها اه بشكل معقول يخليه قدر اه يشتغل والموضوع ان شاء الله بسيط وسيمبل يعني ما ما فيش حاجة ان شاء الله ابدأ بس اشتغل وان شاء الله بالتوفيق بازن لنا اشتغل وان شاء الله بالتوفيق بازن لنا اشتغل وان شاء الله بالتوفيق بازن لنا